اشتركوا في القناة سواء من ناحية نفسية او مادية اي شي يطري على بالكم درستني باحسن المدارس اتب الجامعة لما ما انقبلت بالتخصص اللي انا ابغاه اخذت ملفي وودتني الجامعة اهلية وقالتلي اختاري التخصص اللي يعجبك قلت لها امي 15 الف بالترم كيف بتدفعين يعني بالسنة فوقي 30 الف مع الصيفي قالتلي اجل تبغان تجلسين بدون دراسة لا بسوي المستحيل ولا تجلسين كذا طبعا امي مدرسة اخترت التخصص اللي ابغاه وبديت ادرسلة بلهفة واني بلحق على عمري اللي بعمري باقي لهم سنتين ويتخرجون وانا دوبي ابدا وبحكم اني دخلت خصص علمي وضاعت سنتين من عمري احوس فيه صار كلهم مني ااخذ لا صار كلهم مني ادرس واخذ الشهادة واصير زي امي سند العيالي وبس ابغى اتخرج وافرح امي اللي تدفع دم قلبها عشان شهادتي والحمد لله بعد سنوات من الحاسة بالجامعات تخرجت مع مرتبة الشرف الاولى وبحكم اني اكبر اخواتي كانت فرحة امي لي غير اخر اختبار اختبرته قلت الامي تكفيني امي ما ابغى ارجع البيت بعد الاختبار بروح كافي وبجلس ادور وبنبسط وبسوي كل شي قبل ما ارجع البيت حولتلي فلوس وقالت روحي بس لا تتأخرين وفعلا خلصت اختبار عالساعة عشرة وطلعت مع صحباتي رحنا نفطر وننبسط وما جاف بالي ان امي ممكن يكون بالها معايا توقعت انها نايمة يوم رجعت البيت عالساعة واحدة الظهر دخلتي الصالة اللي اشوف امي واختي اللي اصغر مني جلسين انتظروني ويا ربي الشعور امي من الصباح ما نامت جلسة بس تنتظرني ارجع وتحضني وتبوس راسي وأبوس راسها واخواتي يحضنوني كان فعلا انجاز لاني تعبتي لما اخدت الشهادة قبل ما اتخرج بسنة هنا بدت السالفة كنت محملة احد البرامج وهذا البرنامج انا ما اعرف له كثير كنت اتفرج واصور اي شي قدامي واعلق ووقتها كنا نجهز الزواج بنت خالتي ومن مول المول نشتري ونجهز وناخد فستين ونرجع صورت صورة العيوني بالنقاب ونزلتها وقلت دامني في هذه المدينة ما حد بيعرف لان ظهر البرنامج هذا لما انت رسليني يجي على حسب المدينة اللي انت فيها المهم نزلت الصورة هذي قلت بشوف اش يقولون وشي بنفسي ودي اجربه نزلت الصورة اللي قلت لكم عليها وجاء عليها فوق السبع وعشرين رد وانا اشوف من بهرة منهم احد يقول عيون عجوزة واحد يقول يلبي واحد يقول حطي كحول ولي حط سنابة ولي يمدح ولي يذم يوم جيت ابغى احذف البرنامج هذا بحكم اني ما اقدر ارد عليهم اصلا ولا اني رعية شباب ولا اعرف اتعامل معهم وجيت خلاص ابغى احذف الا في تعليق جاء كان كاتب اجمل عيون او شي زي كده وقال معاها ابغى سنابك وكثير قالوا ابغى سنابك لكن انا ما ادري ليش اخترته هو هذا بالذات فكرت قلت خليني اضيف احد عندي بس تردت قلت اخواني هوالي اهلي كلهم يمه ليكن يقرب لنا طبعا انا ما لي قرابة قوية بالمدينة اللي كنت فيها بس كان كل خوفي دايما اهلي ومعارفي قررت خلاص اني اسوي سناب جديد واضيفه لكن للأسف انا ما عرف اسوي ايميل جديد وسألت صحبتي واعطتني سناب لها مهمل وكان عندها من سنين وقالت عادي خذي وبالعكس فرحت لي لانها تعرف انه ما عمري قديت احد وجه وكانوا دايما صحباتي يقولوا لي كلمي يجربي وكنت رافضة الفكرة مو استشراف او ادب زايد لا والله لكن ربي ما اعطاني حب لهفل هذه الاشياء ولا يشدني اي رجال ولا احب اتدخل بامورهم المهم اخبت السناب من صحبتي وعطيته اليوزر وضافني ويبدأ يسولف ويعرف عن نفسه وكان متوتر ما ادري ما اعجبني ما دخل راسي سوالي فكان واحد طفل او مدرعم ما ادري كيف اوصف لكم لكن كان ممل وما شدني ابدا كنت ادخل السناب هذا ارد عليه وانسولف نص ساعة وفجأة كده اطلنا براسي اطلع واسحب علي يومين ثلاثة حتى مو سحب انساه واذا تذكرته دخلت السناب اكمل سواليف واتعذر اني نايمة ولا النت مكويس المهم يوم ورا يوم بعدين قلتها لازم احدفه هذا بس قلت خليني اصبر عليه شوية وقلت اللي بحكم انك شفت عيوني مريني عيونك ويرسل صورة مغطي كل شي ومخلي عيونه بس جلسة افكر اش يحس في هذا يعني رجال انت وش تغطي يعني كنت متوقع انه يرسلها كاملة صورة كاملة المهم اني ما قدرت اجامله قلت اني واضح مملوح وكملت السالفة عادي ونمت وهو نام ووقتها كانت ليلة عيد عيد الاضحى وانا من ستحة بنام فجأة جاني شوك او فراغ ما ادري ايش ذا الشعور بالضبط ما اعرف بالضبط فتحت السناب ورسلت له خالد صاحي مارد كان نايم انقهرت واستغربت من نفسي يعني هو دايما اللي لاحق يبغاني اسالف وانا اللي اتهرب اش اللي تغير المهم يوم صارت ليلة العيد كنت باستراحة مع اهلي نطلع لها كل ليلة عيد وكانوا متجمعين الاهل كلهم خوالي وما خوالي الكل كذا بدون اي مقدمات قلت له خالد عادي اضيفك بسنابي الخاص قال ايوة وانا كمان بضيفك بسناب اهلي اللي جذبني فيه طهارة قلبه براءته كلامه كلامه ما فيه قلة حياة ولا استهتار كان مؤدب وخلوق والابعد درجة صح انه ما عجبني كثير لكني كنت بفترة امره بحالة عاطفية او مدريش تسمى بس اني كنت ابغى شي يكون خاص فيني باختصر لكم اشياء كثير وانتقل البعض سنة من هذا الموقف حبينا بعض عشق تعشق يمكن اكثر من روحي عطاني حب بحياتي ما تخيلت انه ممكن يجيني كان يستاهل اني اعطيه قلبي ولو يبغى روحي ما تردت كنت فاقدة اش يعني ابو بحياتي كنت فاقدة اللي يدور رضاي يدور فرحتي يدور سعاتي تعرفون باخر ترملي رفضوا يدوني وثيقتي تبع التخرج من الجامعة لان علي رسوم سابقة تقريبا 16000 وكان امي معاها 6000 بس وقالتلي اصبر يا بنتي بس يزين الحال وادفحها لان امي خضعت العمليتين وتقاعدت وتعبت لما انقلبتها براسي واني ابغى وثيقتي جاء في بالي هو وعلى طول روح تكلمته قلت له خالد ابغى 10000 قالت استهبلين قلت لا والله قال ابشري قلت صدك قال والله ابشري بس ليش قلت له الكذا وكذا والله ما مر اسبوع الا والمبلغ عندي وحتى لما يكون في بالي شيء وبس اوريه يجيب لي على طول لو ازعل اراضيني باي شيء لو احتاج شيء يجيبه يعني باختصار كان لي عوض من الله عن كل مرذكة بحياتي ومواقفه معايا ما تنعد حتى لما ان امي تعبت وقف معايا ويسألني لو علاجها غالي يقول اسحبي من بطاقتي للعلم ان بطاقة الصراف تبعه بجوالي وعمره ما حاسبني على ولا ريال كان يهديني كل شيء احبه وكنت اهديه كل شيء احبه انا مرت الايام والسعادة ما لي حياتي بوجوده لكن كل ليلة كنت انام ودموعي على خدي كنت خايفة يجي يوم ويفرقنا بحكم ان بذيك الفترة كنت عارفة ان فراغنا راح يكون اكيد باول شهر من اضافتي له لما بدنا نتعمق اكتشفنا ان هو قبيلي وانا غير قبيلية قالها لي بالصريح جواهر انا ما بغى اكذب عليك واستغلك تدري ان طريقنا مسدود وغالبا اللي يخوضون حروب بهذه الاشياء يخسرون ويخسرون اشياء كثير كن ردت عليه وانا بكامل ثقتي ولاني ادري عن العادات اللي موجودة عندنا وادري ان شي مو بيدة قلت له اسمع اذا حنا مو البعض وعرفنا هذا الشي من البداية ليه نكمل ليش نشقى وطريقنا مسدود خلاص كل واحد يروح بحالي والوجه من الوجه ابيض قال لي كبرت بعيني وانتي انسانة ناضجة وا 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 وللامانة انا كنت في بداية اعجابي فيه ولكني حبيت نفسي اكثر انا تعبت في حياتي وفي طفولتي امور اكبر من عمري بكثير فمو ناقصة نكهد وفرق وحزن وقلت له خلاص يا خالد بعد اسبوع زي هذا اليوم نفترك قال تم ونكمل اسبوع وحنا فينا غصة وللامانة كنت اقوى منه بكثير لاني واجهت امور اكبر من كذا واصعب من كذا وكنت شارية راحت بالي وقلت هذه غلطة وخيرا راح وخيرا انبقى بعد اسبوع يوم جاء اليوم المحدد خالد ما كان لاحس ارسل مرة وثنتين وثلاث الرجال مايرد وبعث ثلاث ساعات رد قلت وينك قال صاحي بس ما لي خلق شي ومتضايق قلت مو انا وعدتك انه حتى لو اخر يوم بيجمعنا في بعض بغاك تفارقني وانت مبتسم قال الا قل طب فان الاتفاق الادمي مبضايق وكأنه متمسك فيني الاخر نفس قلت له اسمع انت ليش قاعدت الضايق الان انت اللي قايل لنا طريقنا مسدود تبغى تتعب نفسك له خلاص خلينا نرضى باللي كتب وربي لنا واقتنع بكلامي وكان مرة مبضايق وما هان علي اني اتركه قلت له اسمع يا خالد دامك تبغاني للدرجة هذه وانا اول مرة اتقبل احد وادخله حياتي عندي لك شي قل لي ايش قلت شفت البحر خلينا انا وياك نصير بوسطه ونخلي الموج اللي هو القدر يحدد مصيرنا انا وياك ان كان ربي بيجمعنا فهي خيرة من ربي وان كان ربي بيفرقنا فبرضو خيرة من ربي ليش نسبق الاحداث وانقرر ان طريقنا مسدود قال صح صح عليك خلاص خليناك كده ولي كاتب وربي بنرضى فيه كملنا انا وهو قرابة السنة بدون شك بدون سب بدون زعل بدون هاشات كنا مقتنعين ان هذا الشي اللي قاعد يصير بيننا شي ما رح يتكرر وحسينا ان ما في حب مثل حبنا بعد ما عدت السنة هذه قام يناديني بيا زوجتي زوجتي وقلبي كان يقرصني ما كنت ابغاي ناديني بهذا الاسم حتى ولو كانت امنية كانت ثقيلة على قلبي لاني عارفة ان نهايتها بتكون صعبة في يوم من الايام قللي جواهر الان ما في شي مستحيل صح ولا لا قلت صح قال ليه اجل مستحيل اتزوجك قلت لان اهلنا ما يرضون قال طيب واذا اهلنا ما يرضون اش دخلهم فينا انا رجال وكبير وانا اللي بقرر بعيش مع مين داما لا حرام ولا جهنم طيب قال خلينا نتزوج قلت كيف قال ما ادري فكري معي مو بس انا انتي عمريك ما جبتي طاري الزواج ولا تاخدين الموضوع بجدية وا وا وقلب عليه وصارها وشني قلت اسمع يا خالد موضوع الزواج هذا بيدك مو بيدي يعني شي حتى لو كنت احبك واموت فيك واعشك مستحيل اجي يوم من الايام اقول لك تعال وخطبني او المحلك او اترجاك حتى قال ليش قلت الله خلقني كذا مو معنات اني ما ابغاك زاجلية لا بالعكس امنية حياتي تكون زاجي لكن عمري ما راح اجيك وقل لك تعال ودخل بيتنا وخطبني اعتبرها عزة نفس اعتبرها هبال اللي تبغى تفكر فيه فكر فيه قال طيب انا ابغاك قلت له انا ابغاك قال انتي مو تبغين تسافرين وتروحين وتجين ومدري ايش قلت له ايوه قال انا بحط لك بيت وسواك وعاملة وسافري مع صحباتك وسوي لي تبغينه قلت له ايوه قام عصد قال شفت انك ما تبغيني وانتي تعقدين للامور قلت ما عليش ما عليش ما عليش اش قاعد تقول انت تبغاني اخذك بدون محد يعرف ما فكرت باخواني اخوالي امي اش بقولهم اذا انت جيت لحالك فين اهلك اش اقولهم اذا قالوا من فين جايبها الرجال تبغاني اسود وجه امي عند اهلها بعد كل شي سوتوا عشاني تبغاني خليهم يتشمتون فيها تقفلت السالفة وبعد فترة راجع فتح معايا الموضوع وانا فكري وعطيني حل تلو اسمع انا حبك ومستعدة اسوي كل شي عشانك لكن اي شي يضر اهلي ويضر امي منس اني اسويه قال طيب عطيني خطة ثانية قلت ما عندي خطة ثانية يعني بالعربي هو يبغان ان نتزوج من غير اهلا ما يدرون المهم مع الكلام والمناقشة قلت له اسمع انا ما عندي مشكلة عمالك وجدانك لا يعرفون لكن امك وابوك واخوانك لازم يعرفون بزواجنا هذا شرطي اذا تبغى تسويه تعال ما تبغى ما عندي لك شي ثاني تلم ابو واما واخوانا واقنحهم وقالوا لأ انت رجال وش هاي لنفسك وما لنا دخل فيك ندمت وقتها قلت ليتني ما اعطيته كلمة كلمني بعدها قال جواهر والزواج قلت ايش زواجة قال الحفلة قلت اكيد ما رح سوي حفلة كيف سويها وما حد من اهلك يدري اقصد عمانا وخوالا قال طيب اخواتك وامك قلت خلاص دام انت بعد كم شهر تروح تاخذ لغة بعد ما تملك بقولهم ان نجاتك بعثة من الشركة وبقول لأمي ان ما في وقت وما يمدينا نسوي حفلة ولا عرس ولا شي وبيروح الوقت وفعلا جا هو وابو واخوانه والحمد الله اهلي ما حسوا بشي وملكنا وجا وقت اني اتهرب من طاري الزواج سواء زواج حريم زواج رجال لان قرابتها ما حد يعرف منهم ان خالد بيتزوج بعد شهر ونص وانا اجهز على مهلي لاني اعرف انها كلها كم يوم وبروح معاه الامريكا كاهلي وبكذب عليهم وباستغفلهم واشياء كثير حسيت اني غلط فيها صرت اشوف امي وحس اني اخطيت بحقها صرت اشوف اخواني واخواتي خوف حرفيا ما كان تجهيز زواج يفرح كان بالنسبة لي كابوس انتظر متى اطلع من البيت وما اشوف احد جهزتني ملابس شناط ساعات وانا بداخلي فرحان اني بصير مع الشخص اللي احلم فيه والشخص اللي انا اتمنىه لكن بداخلي خوف احس اني ظلمت نفسي وبنفس الوقت اقول لو جلست وتزوجت زواج تقليدي كنت بنده مني ما سويت سبب يجمعني فيه ما اعرف ما اعرف بعد شهر ونص من الملكة جاء الان دوري اني امثل على امي سالفة البعثة اللي من الشركة حقته نزلت الامي تحت وقلت لها امي خالد يقول جتها بعثة ثلاثة شهور برا ولازم خلال اسبوعين يكون هناك وقال لي اشراكت جيم معايا منها تكون شهر عسل ومنها تكونين معايا ولا تبغين الزواج بعد السفر بعد ما قلت الامي قالت امي والله يا بنتي انتي ابخص ابكيفك تبغين زواج سوينا لك واذا تبغين تروحي مع زوجك الله يحفظك ولما انشاورت اخواني قالوا لي لا روحي معا مداما ملزوم بوقت واذا رجعتين سويلك اللي تبغين كلمت خالد وعلمته وجهزت غراضي وحجز لي معاه واخذت شناطي وباقي اخواتي يساعدوني وودعت اهلي واخذني اخوي الكبير للمطار وصلت واستقبلنا خالد يوم نزلني اخويه في المطار وراح كنت بناديه حسيت ودي اعترف له وقول له ترى السالفة كذا وكذا حسيت ودي اهلي معي ابغى سند معايا مجرد ما اتخيل اني كذبت على اهلي عشان الشخص اللي احبه يجيني خوف يوم دخلنا المطار وانا يدي ترجف ودموعي على خدي واحاول ابينني قوية لكني خرطي ماش قال لي خالد لا تبكين خلاص صار لني نبغاه مو هذي فكرتك خلاص ليش تضايقين مو اهم شي اهلنا عرفوا وباقي اهلي انا نلقمهم بطفل وخلاص يسكتون ما حد يقدر يسوي لنا شيء ولا احد يقدر يفرقنا وفعلا سافرنا وجلسنا بس شهرين ما كملنا الشهر الثالث وخلص اخذ شهادته من المعهد واول ما رجحت بلدي وداني لبيتنا اللي اول مرة ادخله بعد السفر يعني كان كل الشهرين اللي جلستها مع خالد كاني حاولي يخليني احمل ونحلل ومن مستشفى المستشفى لكن للأسف طلعت عندي تكيوسات منعتني من الحمل وانا بالي مع اهلي كيف اقول لهم ما عدبغى حفلة زواج مر شهر بعد ما رجعنا من برة وحملت طايرين من الفرحة ان خلاص صار بيننا شي متصل فينا وما حد يقدر يقول شي ولا احد يدخل فينا وفرحت كمان عشان اهلي يشلون من بالهم فكرة حفلة وزواج وعرس واني انا حملت بعد تعب وما اقدر اتحرك كثير وامثلهم اني انا منشغلة بحملي وبزوجي وبس تحز بخاطري لما يدق ابوه يسأل عنه وانا جنبه ما يعبرني وما يجيب طاري لي ولا يسأل عني وحتى امه ما كانت تعتبرني موجودة لكني اقول الحق اصلا من بيت اهلي لبيت زاجي اهلي يهتمون فيني من هنا اروح الزاجة يهتم فيني من هنا وبس وبحكم انه ما لي اقارب كثير كانت طلعاتي هو معاه بس وما كان يقصر بس كان ينشغل عني شوية وبعدها ولدت الحمد لله وجبت ولدي فيصل كان كل تفكير انه خلاص بعد ما ولد الان بيجي ابو خالد اللي هو عمي ابو زاجي بيجي عشان يشوف حفيده امه اكيد بتجي كمان كنت ابكي وانا اشوف فرحة امي بولدي وفرحة زوجي بس بخاطر اقول لو كانوا اهلا معنا قالت امي يا بنتي تبغين استقبالك بالمستشفى وقتها انا وخالد انفجعنا وجيهنا تقلبت في بالي اقول استقبل مين مين بيجي خواتها ولا امه ولا ابوه ولا اخوانه احط استقبال المين اول ما قالتلي امي كذا واشوف وجه خالد تقلب ما عرف يرد وانا خلاص الدمعة بعيني واضحة وقعدت ابكي ابكي قهر ابكي رحمة ولدي اللي ما احد ما اعترف فيه من اهل ابوه وامي انها بلت تحس بالنجاني نزيف ولا جرح ينبك ولا قلت لها لا امي ما فيني شي باستعبانة وخالد هنا استغل الفرصة قال لي على بلا استقبال بلا خرابيط خليها بس ترتاع عندكم في البيت والحاف اللي احقين عليه امي هنا انفجرت وحست ان خالد هو اساس البلاء كل شي صاير قالت اش اللي ما في استقبال وما في زاج اذا انت ما معك شي تعطيه البنتي انا اسوي لها استقبال من اول المستشفى الاخرى وانا اللي بحط البنتي وبسوي لولدها استقبال كل واحد يتكلم فيه وبسوي لها هنا وبسوي لها في مدينتي ولا بخلي بخاطرها شي واذا ولدك عدمات بتحتفل فيه انا بحتفل بحفيدي غسلت امي غسل امي شاشت عليه هاوشت خالد وحطت اللوم عليه بالزواج انما سوينا حفلة والحين ما بنسوي استقبال وانا طبعا اسمحهم قاعدين تهوشون وخلاص منهارة خلاص حسدت امي بتدري عن كل شي وبتعرف ان زواجنا مو معلن عند اهله وبتدري اني كذبت عليها واني اعرفها من قبل لا اتزوجها وبيدرون اخواني وكل شي بينقلب على راسي وسكت ورفضت نحط استقبال هنا وقلت لامي اني انا تعبانة خلي استقبالي خلاص بعدين لما ناجي كان البيت وراحت امي تشوف ولدي بالحضانة وخالد كان عندي وقلت له ابوك ما دق قال لي الا ارسلت له صورة الولد بالقروب ودقي بارك قلت له ما رح يجي قال ما دري قلت امك قال ما دري قلت له موت قولي اذا جانا ظنة خلاصة هلك بيقتنعون وبيصير كل شي طبيعي قال انتي تبغين كل شي يتغير بيوم وليلة اسبر يا اختي قل طيب نصبر صبرت 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 الين ما تم ولدي ثلاثة اسابيع هنا امي مسكتني وقالت اسمعي سالفة ان لا ابو ولا ام جوا يزوروني كناب المستشفى اعديها كما يجون حتى الاستقبال اش قاعدين ينتظرون انتي مسوية لهم شي مزعلة عمك عمتك بالفترة اللي مسكتني فيها امي كان خالد يتهرب من سالفة ان ام بتجي او ابوه وكان مرة يرد علي ومرة ما يرد وقلبي معورني مرة وكل يوم احضن ولدي واستودع الله حياته واستودع الله قلبي المهم بعد ما شفت ان خالد بدأ يتهرب من الاسئلة حسيت ابعيد عني انا في مدينة اهلي وهو في مدينته مع اهله وكل ما سألته عن شي عن اهلي يتهرب وقتها قررت اني اعترف الامي عن كل شي لاني اعرف ان امي ما رح تسكت بتدق على ام خالد وبتسفل فيها بحكم ان حفيدكم ما تشوفونا ليش وامسك امي الظهر وبوقت هي مهي فاضية فيه قبل ما اتكلم جتني غصة قوية قوية وقبل ما انطق بحرف انفجرت بكا واتأسف وابكي واقول اسفة يا امي اسفة امي انهبلت وقالت بس والله يا بنتي والله من طلعتي من بيتي للمطار وانا قلبي حاسنة في شي واعلمها كل شي حرفيا كل شي ما اخفيكم ان امي بكت بحرقة وليش واش كان ناقصك اش قصرت عليك فيه وليش ما قلتيلي وليش تحطي نفسك وولدك بهذا الموقف واواوا كلام كثير كل اعتاب ولوم بعدها مسكت يدي وقالت انا ما تركتك الابوك الصغيرة اترغي كنت جايتني مع ضناك والله ما تنزلي راسك وتبكينه انا حية كل شي بيتصلح وما يصح الا الصحيح كفو يا خالة كفو وانا اللي بتكلم واخوانك واخوالك وعد ما يدرون وامي اول واحد كلمتها خالد وان خلاص عرفت كل شي وبانتجاها ولد اش تنتظر ما تعلن زواجك وسكرت منه وكلمت امه اللي هي عارفة كل شي اصلا وللأسف وقفت بوجه امي وسمعتها كلام يجرح القلب ورفضت تعترف فيني بولدي وقالت حفيدي اللي بيجيني من ولدي خالد هو البنت اللي انا اختارها ما هي بنتكم الله اكبر وقالت تبغون ابوه عندكم هذا خالد زوجها ما طلقها لكن حنا ما عندنا لكم شي وكلمني خالد معصب ويخاصم ويهاوش وليه تكلمون امي وليه تدخل امك كلام كثير قلت مو انت قلتلي جي بيلي طفل واخلي زواجنا علني وما حد يقدر يقول شي لين متى بعيش منبوذة انا وولدي قال خلاص انا اتفاهم مع امي مو انتو قل طيب خلاص ما عندي مشكلة اهلك بكيفهم اهم عليها انت وفيصل ولدي دام اهلك ما فيهم رجب كيفهم وخلصت انفاسي ورجعت المدينة زوجي وبعد ثلاثة شهور من سعادة فرحتنا بفيصل تغيير بالبيت وضحك ومشاعر حلوة جاني خالد بعد الثلاثة شهور هذي يقول لي ان ام خطبت له عفيدة عمتها الكبيرة وانه وهقتني معهم وما اعرف ايش وكان ضايق صدره مرة قلت اش مضايق صدرك خلي قلول لي يبغون انت متزوج وخلاص ليش تهتم بالكلام قال اقول لك امي خطبت لي قل طيب صارع عمتك انك متزوج قال لا امي بتزعل يا راقل قلت حلوة اذي شلون يعني الحين جاهلي بيوم بقال لي ايش بتسوين قلت ايش تسوي بيش قال باللي يبغون اهلي قلت انت رجال متزوج وعندك ولد تتوقع عمتك لو تعرف بترضى قال اصلا بنتها مطلقة ما رح تتشرط قلت وانت تعمقت بالموضوع ليش قال انا اشوف ان رأي امي صح دامها بتعلن زواجنا انا وياك بعد ما اتزوج حفيدة عمتي وبكذا يكون ولدنا مع عمانة وعيال عمانة وانتي مع حريم اخواني وليلى لك وليلى البنت عمتي قلت يعني زوجتك الثانية يعترف بها وانا ام ولدك بتعلن زواجك فيني بعد زواجك منها ليش انا وشو شوضعي انا من العراب ما فهمت قام يعصب وانتي امك هي اللي عاندت امي وكلام كفير قلت له اسمها اسمع نهاية الكلام يا تعترف بولدي وبزواجي منك ولا انا اللي بخليه معلن غصبا عنك قالت هددين ومدري ايش ونتهاوش ووصلت مرحلة انه رمى عليها قزاز كوب وجرح كتفي واللي فهمت من كلامه ان حفيدة عمته وعمته عارفين انه خالد متزوج وعنده ولد وشارطين بزواجها منه انه ما يعترف بولدي ولا فيني الا بعد ما يتزوج حفيدة عمتها في سنة على طول رحت لغرفتي ودقيت على احن البشر امي واكلمها وانا من هارة واعلمها كل شي وكتفي ينزف وفيني قهر قهر سكرت امي مني ودقت عليه ما يرد دقت مرة ثانية ما يرد جاء اخر الليل ما جاء جلست ثلاثة ايام وما ادري فينا ما يجي البيت ما قدرت امي تتحمل اكثر وارسلت لي اخويا واخذت اغراض اللي احتاجها وملابس فصولي ولدي ورجعت مع اخويا عند امي وقلت الاخويا ان خالد مسافر رحت عند امي وجلست اسبوع كامل وخالد لا يرد ولا يكلم ولا يرسل بعد ما كملت اسبوعين شهر شهر ونص كلم خالد امي ما كلمني انا رح كلم امي وامي لامتة وهوشتة كيف تترك زوجتك ولدك وما تسأل عنهم قال شفت اخوها يوم يمرها البيت دار انها عندكم وانا دقيت اقول لك قول الجواهر تراني ملكت وزواجي قريب وقولي لها لا اسمع لها صوت عند اهلي ولا تتكلم بشي الان ما يتم الزواج ويخلص اول ما قالت لي امي اللي قاله حلفت بالله انها ما تنزل دمعة من عيوني عليه وحلفت بالله اني ما اضعف لاني شفت كسرة الخاطر والقهر بعيون امي كملت اسبوعين ونص زيادة وخالد لا حياتها لمن تنادي وكأنه شيء اختفى ما يرد على احد قررت اني اتركه الى ما يطيح لب راسه وجلست انت به الولدي واشترت له امي سرير وحطت بغرفتي واشترت له دولاب صغير الولدي كل يوم يزيد همي وامي كل ما تشوفني تحضني وتقرى عليها وانا طول الوقت ارسله ما همني انا واش عاد بالنسبة له بس ولده ما ابغى يشفاه شلوني يتحمل بدون ما يسأل عن ولده المهم تزوج خالد ولا سألت عنه وما عد ارسلت ولا جبت طاري وكما توقع اني بتصل وباسأل ولا بجي واعلم اهله لكن لا عطيته بلوك وخليت التواصل معاه مع امي انا كان خاطري عايفة وجرحه بقلبي كبير لدرجة اني ما ابغى اسمع صوته حتى وصارت امي لما نشوف رقمه يدق تقوم من عندي لاني خلاص حتى رقمه ما ابغى شوفه تزوج وزاشته معاه وكل اموره تمام وبعد زواجه بكم شهر قرر يجي يشوف ولده وجال المجلس امي اخذت فيصل وجابتها له واخواني موجودين يحسبون بيننا مشاكل عادية اليوم جابت لأمي فيصل قالوا جواهر فين هي ليش ما جتت تسلم عليها تقول امي ما استحيت وقلتها بوجهة جواهر اللي جاها منك يكفيها ما تبغى تشوف وجهك ولا تسمح حسك يوم عرفت انك جاي طلعت فوق كم مرة يجي ويشوف فيصل وما يلقاني ويوم شاف اني مبلكتها اخذها عنات وجاي ابغى ياخذ فيصل معاه المدينته ومين اللي بيشيل ولدي بالطريق زواجته ترجيت امي قلت امي قليلا لا تكفين لا لا ياخذه ياخذ ولدي يحطه بحظن زواجته لا يروح يدخل ولدي على امه وابوه زواجته هي اللي شاي لولدي تكفين واجلس ابكي ما بغى ياخذون ولدي حتى لو ابوه الولد صغير يوم جا اليوم اللي خالدي بياخذ ولدي ويودي مدينته وبيوري امه وابوه وزواجته اللي بتمسك ولدي بالخط جنجنوني يعني تخيلوا شعوري من ظلمه واحس بظيم وولدي ينوخذ مني بحظن مرة اب اللي هو ما اعترف فيها وانا ولا شي ضاك صدري وكل الوقت ابكي عند امي هو ابوه ولا اقدر امنعه بس غصة بقلبي اول مرة اهل زواجي يشوفون ولدي ويدخل عليهم بحظن مرة اب اللي ما لك كم شهر متزوجها جا اليوم اللي بياخذه ورتبت امي وجهزت اغراضه وانا كل شوي اترجى امي تكلمه وتقول لا يجي ياخذه اذا بيشوفون احنا نروح بروحناك ويمر انا ياخذه ويدي الامة رفضت امي قالت لا هذا ابو وهذا لا اهلا انا انهرت وامي واخواتي يقولون لا خليه ياخذه ويوريهم اهله يبونوا يشوفون حفيدهم قادة افكر طب انا كنت بالمستشفى ليش ما جو جلست ثلاثة شهور عندهم في نفس مدينتهم ما جو ليش فجه تذكروا ان عندهم حفيد ولازم يشوفونه كرهت خالد كرهت نفسي كرهت حتى اهلي كل همي ما ابغى ولدي يروح الحضن احد ثاني جاء خالد وصل البيت عندنا عالعصر كذا ونازل سلم على امي ويسألها فين الولد امي ماسكة شنطة فيصل وانا بالمجلس ماسكة ولدي واشوفهم من الشباك واضح انه بيجي ياخذه وبيمشي طلعت انا قلت لاش تبغى جاي تبغى فيصل اللي تترجع امك وابوك بالمستشفى يجون يشوفونه ولا حد عطاك وجه يوم تزوجت بنتهم زال لهم الحفيد الحين وامي تقول استهدي بالله وعطيه الولد تقول لا والله ما يطلع قال انا ابو مثل ما انت تخافين عليه انا اخاف عليه قلت تكذب وتخسي منت زوجت وانت مسكر جوالك ولا سألت عنها وحي ولا ميت ما عندي لك ولد تبغى وروح ارفع عليه قضية يلا ولما يكبر ولدي ودى لهم اما بالعمر هذا ما اطلعه مع وحدة غريبة قال هادي زوجتي مي غريبة قلت الله غريبة غريبة لي وغريبة الولدي وحتى اهلك ترى بالنسبة الولدي غرب سوي لي تسويه ولدي بالعمر هذا ما يطلع من البيت يلا قال طيب يلا انتي يمشي معي وبخليك في بيت كانت معززة مكرمة ومن هذا الكلام لفت عليه امي قالت بنتي طلعت من بيتي معززة مكرمة ورجعت له وهي معززة لا عطيت بنتي حقها كامل ليك الساعة نقول لك خذها لكن الان بنتي ما تطلع معاك قال هو طيب ولدي ابغى اخذ معايا قلت اذا كل همك امك وابوك خلهم يجون للبيت واطلع لهم واذا هم يشوفون نفسهم ملوك وامراء لا يدخلوا من بيتنا عند الباب اطلع لهم لكن ادي ولدي واحدة غريبة تمسكها بالطريق لا والله ما جاني ولدي هدية ما حت تعب فيه إلا أنا دخل اخوي الكبير على نقاشنا وتعرفون الرجال وحركاتهم نظام ابشر وسموا ما لك اللي يرضيك جاء اخذ ولدي مني واعطاه ابوه قال هذا ابوه ما يصير تسوين كذا وهاوشنا قدامه وانا دموع تنزل قهر وغبنا صرخت وجيت مسرعة واخذ ولدي بالقوة من خالد وقلت والله ما يطلع الا على جثتي عندك شيء اروح للمحاكم واخذ ولدي وادخل البيت سيدة على غرفتي واسكر الباب وابكي انقهرت من اخوي ان اسوى هذه الحركة قدامه واخوي ما يدري عن شيء وش هو مسوي فيني يقهر اخوها ملقوف خف تنزل اقول اخويا ايش الهرجة يعني عشان ما يحس اني دلع بنات واني انا مغلط وانا جحدني هو واهله وجحدني انا وولدي لكني خفت كثير انه يوقف ضدي ويقول هذا اللي انتي اخترتيه وسوتيه تحملي جمعت علي الهموم فكرت خالد جدي يقدر ياخذ ولدي مني وفكرت باخواني لو عرفوا ايش بيصير وكل هذا وانا عمري 25 سنة لكن الشعور اكبر من اني اتحمله يوم شفت خالي وامي جنبه وجهم شاحب ويناظرني من نظرات رحمة على عصبية اول ما شفت النظرات هذه دمعت عيني وانا سلم عليه ويحظني خالي ويسلم على راسي ويقول لي ما يخالف ما يخالف كل شي لحل وطالع في امي لقيا تبكي عرفت ان امي ما قدرت تتحمل كل هذا وعلمت خالي كل شي واجلس عنده ويسألني ويسألني وقال لي ولديك ما حد يقدر ياخذه واخوانيك خليهم عليا انا بقول لهم وصراحة مو وقته اني اقول لك انك غلطانة واللي سوتي غلط وكنت رح تاخذين ازيان الرجال لكن الوقت فات والان انتبه لنفسك والولدك وبس خلي الباقي عليا لا تفكرين بشي اول ما قال لي كذا حسيت ان ربي نزل عليه راحة ما حسيتها من تملكت حسيت بامان براحة برضى شعور ما اقدر اوصفه لاني عارف ان خالي هذا وقف بوجه ابويا من 19 سنة يوم ان الطلاق عيب وخلع امي من ابويا وعطاها حقها بالكامل ورفع قضية على ابويا والنفقة جت الامي وجت لنا ولا تراجع ولا ولحظة قبل ما يرفع قضية على ابويا كان يسألنا انتوا راضين كنت اقول لدام شي ما يدخل ابويا السجن ويرجع الامي حقها انا راضية وقتها على طول رحت الفيصل ولدي اجيب الخالي حسيت ان هو ابويا هو عزوتي وسندي بعد الله بعدها بسبوع خالد ما لاحس وانا ساكت ولاهية مع ولدي واخواني عرفوا وزعلوا علي وصراخ وقهر من حبهم لي وانتي ليش تسوين كذا وحنا وش مقصرين عليك فيه مدخلينك اغلى الجامعات مسفرينك شارين لك احلى ملابس اش كان قاصرك عشان ترمين نفسك عليه بهايذي الطريقة وكلام كثير بعد فترة جاء خالد تكلم امي على اساس بيشوف ولده استقبلته امي وسيارات اخواني كانت موجودة لكنهم ما طلعوا له وحلفت امي عليهم ما يتكلمون معا بشي شاف ولدي وقام يقول طب جواهر فين هي قالت امي موجودة قال للحيم ما طاح اللي براسها قالت امي وش اللي براس بنتي علشان يطيح بنتي اخذتها ساكتة ورجعت لنا وهي ساكتة قال انا ما طلبت منها تطلع من البيت ولدك اللي جاء اخذها قالت امي احمد ربك اللي اخذناها وساكتين وانت رامي عليها القزاز والدم يطلع منها ومخليها هي وولدها ثلاثة ايام في البيت بدأ خالد انا احبها وما سويت كل ذلك لني احبها هل يوجد حب في قلب المهم انا احبها ولو ما احبها كان ما فكرت اجيب منها ولد يبقى معايا طول عمري ومرتبط فيها كلام كثير قالت امي الخلاصة ايش اللي تبغى يا خالد قالت ارجع لبيتها والولدها نادت امي اخواني وخلتهم يتكلمون وخالد على كلام اخويا ان وجهها اصفر ومتفشل مرة لان اهلي كانوا حاشمين ومعتبرين انها واحد منهم قالوا اخواني الشار والراي من البداية للبنت احنا ما ودنا ان الولد يعيش بعيد عن ابوه لكن بنفس الوقت ما احنا غصبين اختنع على شي ما تبغاه قال خالد رضاوتها بتجيها بس خلوها ترجع واي شي تشرط عليه الا اني اطلق زوجتي طاحة انا عني هم ان اهلي خلاص عرفوا بالسالفة وبالهرجة هنا ارتحت عند اهلي كثير بدل ماني مجهودة عنده مسكني اخوي الكبير وقال ادري بتقولي لا وادري بترفضي بعد المواقف هذي كلها اللي صارت بس فكري بولدك بالاشياء اللي حبيتيها بخالد وما اتوقع انه هو جاي يرجعك عشان يظلمك والرجال يبغى ولده قريب منه ومن هذا الكلام طلعت غرفتي صليت وعدت نفسي اني افكر بهدوء واراجع كل شي باول شي لما حرمت نفسي الزواج المعلن بكل الطرفين ولا اني حرمت نفسي فرحة الفستان الابيض تحفل الزواج فرحة الاستقبال على ولدي فكرت بالايام والشهور اللي قضيتها بعيدة عن امي وهي تعبانة وانا رايحة برة مع خالد فكرت لما يكون تعبان واجلس عند راسة كأنه طفل احتويه وادلله فكرت لما اقوم الصبح قبل بساعة عشان اجهز ملابسه واسوي فطوره واؤكله واصبح عليه فكرت بايام الحب والمشاعر اللي مستحيل انها تتعوض ومستحيل انها ترجع بنفس الشعور لما انكذبت على امي واخواني عشانه لما انت علشت عشان احمل عشان يعترفيني دام اهله ويخلي زواجي منه علني فكرت بخوفي لما انطلعت من بيت اهلي فكرت بدموعي وانا في المطار فكرت بدموعي وانا انتظر اهله يجوني يشوفون ولدي فكرت بكثير اشياء سويتها حسيت مشاعري قبل شوية يبغالها والله تصميم كذا تيك توك حزين صح؟ فكرت بأشياء كثير المقابل كان راح تزوج تركني ولا سألا عني ولا عن ولده ادق عليه بالايام والساعات ولا يرد ولا يدري عن ولده وبالاخير يطلع متزوج ومسوي زواج والكل يبارك له ويهنيله جلست افكر شوية بعقلية اهله يعني عشاني انا مو قبيلية صار شي مخزي ليه هو انت سعيت عشان تكون من هذه القبيلة ولا الشغل اشتهاد شخصي هو شي من ربي لمالك لا حق ولا منه اذا ولد عمه اصلا متزوج وحده غير عن جنسيته وعايش محه وجايب منها ستة ما شاء الله وانا من نفس جنسيته بس مو نهاية اسمي قبيلة صرت اولا كخة عرفت وقتها اني انا اللي سويت شي كثير كبير وهو واهله ولا شي عرفيا ولا شي وعرفت ان اهلي رايتهم بيضا ويخافون الله ويمشون على المرجلة ولا رموا على خالد كل ما شانه مثل ما سوت امها بامي عرفت اني لو برجع لها الان بيندعس علي لان اتعود جواهر تقولها سم ابشر ولبيه واللي تشوفه وفكرت بنفسي وباهلي اني فعلا يا ناس مو ناقصني شي مو ناقصني شي ثاني عشان ايش عشان نهاية اسمك قبيلة ما ادري بتنفتح لك بواب السماء مثلا ولا مبشر بالجنة قررت اني اعلم ولدي الدين الصح وانا لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى واعلم ان اكرمكم عند الله اتقاكم واعلم امور كفير كفير يجهلونها خالد واهله واللي يسمون نفسهم مطاوع وملتزمين وهم ما يفقهون بشي واعلمه يمشي على الدين الصح ما يمشي على عادات الجهل واعلمه يصنع انجازاته بنفسه ما يفتخر بشيه وما سواه ما يفتخر الا بنفسه بامه بابوه ويكون خلوقه عنده دين عقل ومنطق ورحمة بعد فترة رجع خالد عشان يشوف ولده وعلى اساس اني برجع معه قال هاه متى بترجع جواهر قلت الاخواني انا مبغى ولا برجع معه ومستحيل ولا تجيبوا لي هالطاري ولا ابغى اشوفه ولا اسمع صوته حتى خالي واخواني كانوا هناك ووصلوا له كلامي وخالد كان رافض اطلقني خالي واخواني قالوا ان هذا قراره النهائي ودامك رافض تطلق وولدك عندنا تراه ولدنا واي شي يحتاج حن اهله وحن ابوه وحن جده اللي ما جاي يشوفه طبعا خالد هنا جنجنونه كيف تتولون ولدي وانا موجود اعرف شخصيته انسان عنده حب التملك وانا ما يبغى لا خالي ولا اخواني يمسكون ولده وما اخفيكم اني فرحت لما شفت عصب وانا وراي انا عزوه بيقومون بولده داما عن دمه طلع من البيت وبدأ يرسل رسائل ورا بعب كلام كثير وللامانة ما قرعتهم كلهم اكتفيت اني اقفل جوالي ومن بكرة بغير رقمي اذا يبغى شي اروح للرجال مليت من حركات اني اسوي شي من ورا اهلي بعد فترة راضخ خالد وصار يجي يشوف ولده وفي كل مرة يجي يسأل عني وعلى كلام امي انه بكل مرة يسأل عني عيونه تلمع وكأنه مشتاك وكان يقول الامي جواهر اعرفها بترضى بعد فترة وبتلين وبتجيني كان واثق اني انا من كثر ما احبه ويحبني اني فعلا برجع له وما اقدر استغني عنه ويحس باني جارسة اكابر وتغلى وهو ما يدري اني محيتها من قلبي من يوم ما قال لي بتزوج ولا يطلع لك صوت بخلي زواجي يمر بدون مشاكل ما عاتبت ان اتزوج ما لومت على ولا شي هي قصة وانتهت ويمكن هذا الشي اللي جننا اني ما اديت اهتمام لزواجه والجيته عندنا ولا فكرت اطل من الشباك حتى بعد فترة توصط لي خالي ولقيت لي وظيفة حكومية فرحت مرة لاني كنت محتاجة اني اتوظف مو عشان شي مادي بس ابغى اغير جو خلاص ابغى ابدأ حياة جديدة توظفت واخذت قرض واشتريت سيارة وشريت غرفة الولدي وصارت كل فلوس يطير على الالعاب وملابس والنص اللي يبقى صرت اخبي وادخرة عشان ولدي بخاطري اني اشتري لعقار او اي شي يبقى له خلاص من توظفت عتزيت تزيت فوق عزقعلي واغتنات وصرت ما اشوف الماضي شي واخذتني الفرحة والسعادة بامي واخواني وخوالي وفيصل ولدي وكانت جاية خالد البيت نا كان والله سباك جاي بيدخل زين شي داخل البيت ويمشي ما كان يحرك فيني شي ترا خالد اتوقع انه ما اعجب الهدوء اللي انا فيه وقرر انه ياخذ فيصل معاه المدينته يحس باني بطلع للحوة شبه صارخ وقاب له ويشوفني لا لكن بعيدة عليه جا جهست فيصل لبسته لبس فوق الاربعة الاف وشنطة ماركة وعطرة يفوح وجهست شنطة ولدي كل لبس بالشنطة احلى من الثاني وقلت الامي قولي لا اذا جا ياخذ فيصل ينتبه الملابسة اللي بالشنطة في عزيمة بعد اسبوع بلبسها له وكان منصدم اني مجهزة شنطة الفيصل حقت اسبوع مو حقت يومين وبخيت عطر الفيصل من عطوري ايام الزواج كذا قلت بدال ما كنت انا منهار قبل بقهر وغثة خليه ينهار هو لاني عارف ان هو يعشقني يعشقني عشك وريحة العطر اللي بولدي بيتخيلها عليا وهو يبطي ما يقدر يشوف مني شعاره راح فيصل وقلبي يتقطع عليه وجمرا بقلبي لكن لازم اصبر نفسي لازم اتعود خلاص وقررت اني ادخل النادي والاهي نفسي وما اجلس افكر واصيح واشتاق دخلت النادي اسبوع نزلت اثنين كيلو من المغثة وكملت كنت خليني اشل بطني بعد الحمل رغم انه بطني ما كان كبير بس قلت بعدل نفسي وبرجع صغيرة واهتم بنفسي واشوف روحي خلاص ولدي ما علي خوف صح ان ابو زعلني كثير وظلمني لكن ما عمري ظلمته هو ابحنون ويخاف على فيصل مثل ما انا اخاف عليه فيصل كان ولد هادي عيونه مثل عيوني وشعره ناعم واسود وخدوده دايما حمراء يعني يأكل القلب ما كان يخرب واتوقع ان اهل خالد اول ما شافوا يشبهني اتوقع انهم كرهوه لكن كانت براءتها طاغية طاغية على كل شي وكأنه يقول بملامحة ان انا ما لي ذنب باي شي صار ما سألت هل زوجة خالد هي اللي منتبه الفيصل بالطريق ما سألت عن ولا شيء ما ابغى اوجع راسي خلاص الولد هذا لا اهله بعد فترة مو طويلة قدم لي وبحكم اني ماني مطلقة ولسه على دمة خالد كانت امي ترفض وتقول البنت للان ما هي مطلقة بعد كثرة الاتصالات وبحكم ان لي فترة طويلة عند اهلي والناس يخطبون على اساس اني مطلقة والناس يخطبون على اساس اني مطلقة وعندي ولد حست ما بغى اصبر زيادة واجلس كذا اظلم نفسي للمرة الثانية واجلس استناهي لما يطلق وباللي كنت الدخرة من رواتبي الفيصل قلت ليش ما اخلعه واعطيه اللي جمعته من رواتبي المهم بعد ما جمعت نصف مبلغ المهر ما علمت اهلي لاني قدري بيقولون احنا بنوقف معاك ونديك وكلام كفير كنت ابغى مثل ما انا اخطيت بهذا الزواج بنفسي ابغى اكمل اللي بديته وبحكم اني عمري 25 سنة ما اعرف محاكم ولا محامين ولا اي شي اول شي سويته قبل ما احط هذا الشي فراسي اني مسكت جوالي بدون تفكير وارسلت الخالد السلام عليكم ابو فيصل عسى والديك بخير حبيت اعطيك خبر اني بابدأ باجراءات الخلع ولا اعرف المحكمة كم بتقدر لي قيمة ترجيع المهر ولكن انا الان معايا النص ولو ما طولت بالقضية بعطيك اياك كامل بوقت واحد جاني الرد منه بنفس الدقيقة قال زين جال يوم الثاني جتني امي قالت خالد مرسلك شي قلت لا قالت دق علي ويقول بيجي بكرة هو وابوه انا هنا انهبلت ابوه اللي عمري ما شفت الا بالصور رحت فتحت جوالي اراجع رسالتي لكن قلت شي غلط ولا كلامي كان في شي غلط قلت خلاص بكيفة دامي ما غلطت ما علي منه ولما نجا بكرة فعلا نجا هو وابوه واثنين من اخوانه وكانوا اخواني وخالي موجودين وامي على اعصابها ايش بغون انا جاني برود وكره لهم لدرة ودي ادخل اتفل عليهم كلهم خلر باي وجه جايين بس انبسطت قلت يمكن مراسم الطلاق عندهم كذا كنت ادخل على اخواتي وقلهم ترقبوا بعد شوية اصغر مطلقة في منطقتنا هم جالسين بالمجلس وانا واخواتي وامي في الصالة على نار بشوف اش عندهم ما اخفيكم كنت متوترة شوية اللي اسمع اصوات الرجال تطلع خفت 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 كثير شوية اللي يطلع اخويا ويقول لي تعالي قلت اللي سم قال تعالي ادخلي على خالد وادخلي على ابوه يبغى ان يتكلمهم معاك قلت مهبول انت صاحي اش ابغى فيه قال انتي قيلت لانك بتخلع عينا قلت ايوة وبخلع عيونه ما ابغاه افهموا ما ابغاه خلاص اش يبغى كمان ويرجع اخويا للمجلس ويطلع بعده خالي قال تعالي ويجلس وتخنقني العبرة تعرفون عبرة الشرعة يعني جايني بعد ما سوت كل ذا جايب ابوك اخوانك عشان ارجع بعد ايش بعد ما كسرت قلبي جاء خالي قال اسمعي ابوه بيجي وبيتكلم معك واللي تبغينه بيصير بس اسمعي ابو شوف ايش يبغى اذا خالد ما تبي تتكلمي معاه خلي ابوه يكلمك شوف ايش عنده ايش بيضرك شفت شكلي بالبجامة طلعت اغير جلابية حطيت راجع نزلت تحت واشوف خالي وابو خالد واسلم عليه وانا العبرة هنا هنا واقفة هنا خلاص راحمة نفسي ابوه ملتزم بس واضح انه حلال يعني واضح انه طيب وهادي وعاقل قل شلونك وشلون فيصل وجلت يسأل المهم قال تعالي جيس جنبي حطي يده فوقيدي وقال اسمعي يا بنتي هي كلمتين وما رح اكثرها ادري ان اللي سواه خالد غلط ولكن يعلم الله اني ما شفت احد من عيالي يحب بهالكثر الا ولدي خالد وانه لو ما يحبك كان ما سحب على عمومته واهله واخذك انا هنا عيوني طارت على هساس انه ما خذني وفارضني عليهم ما كأنه مخبيني المهم قال ان خالد يبغاك ويحبك وشارك وباللي تشرطينه وان ما سواه وانا سوعته وانتي يوم شفت وجهك السمح هذا اعترف اني بوقف معك انتي ضد ولدي ولي تبغين يصير قلت يا خالد انا ما ابغى من ولدكم شيء انا ابغى انفصل عنه بس قال اذا قلت هذا الشيعنات فكريبه الف مرة قلت لا والله معنات انا ما لي خاطر فيه وابغى انفصل طبعا انا انسانة قوية نوع ما لكن كل ما قلت شيء عن نفسي ما ادري ليه دموعي تنزل كنت اتكلم مع خالي وانا دموع طلع شيك من جيبة وقال هذي رضاوة من خالد كان مكتوب ثلاثين الف واناظر الشيك باستحقار قلت لا والله واللي عافى خاطري ما ترجع ملايين ابو خالد شهك والتفت على خالي قال لا البنت كايدة ويضحكون اش يعني كايدة والله ما فهمت قال يا بنتي يعني مرة مرة قلت ابد خلي حطهم فوق اللي جمعتهم له واخلحهم فيه وجاء يقوم من مكانة قال لا البنت عايفة عايفة سلم على راسي ويقول حقك عليا ويقول انبغيتي اي شي دق علي وانا اقول في قلبي انقلع انت وولدك ورجعوا للمجلس واكيد انهم علموا خالد اني انا رفضت بعد ما راح وجو اخواني وجاء خالي وقال يوو لو تشوفين خالد يوم دخل ابوه وعطاه الشيك كان شوي ويبكي وبدت ايدانا ترجف كان شوي ويدخل ياخذك رصب هنا ما احكي لكم فرحتي وسعاتي حسيت اني انتقمت ويمكن اللي خلاه خلال 24 ساعة يكون عندنا في البيت رسالتي اني بخلع خلاص وما في امل للرجعة بمجرد التفكير اني قهرت وحسست اني خلاص خسر جواهر حسيت بانتعاش ونشاط وكرت اسوي فيلر الشفايفي وضيعت راتبي على عيادات وتنظيف وابدأ اهتم في نفسي اكثر واكثر وحبيت نفسي كثير خلاص حسيت اني رجعت جواهر قبل الزواج اللي كل فلوسها تروح على صيدليات وعيادات واهتمام وخلطات وبشرتي تلمع من مسافة كيلو راحت الهالات راح الوجه الشاحب راح كلهم على قلبي صرت اهتم بنفسي فوق ما تتخيلون كملت بالنادي نزلت سبعة كيلو وصلت للجسم اللي ابغاه اهتميت بشعري رجعتها كثيف بعد السهر والحالة القشرة اللي كنت فيها تجددت بكل ما فيني تروحي حسها تجددت جتني ورقت طلاقي من هنا ومن هناك طرت فوق على ألعاب فيصل ولدي حتى هو صار صديقي وأبوي وكل شي فقدت بحياتي عوضني ربي بفيصل وصار الحب حقي والعشق اللي بقلبي الخالد أنتقل كل الفيصل ولدي وصرت ما بين دوام نادي محلات ألعاب عيادات وتنظيف طبعا بوجود أهلي الله يخليهم لي لكن القرايب كانوا ينظروا لي بنظرة تخلي الوحدة تكره روحها صدقي جت الضعيفة جت المسكينة يحول ساعدوها شيلوا مدري إيش ولا أحكي لكم عن حريم خوالي وعماني ما عندي كنية زواج ما وديك ترجعين لأبوه ما تفكرين جبيلة أخوان ما تحسين عمرك بيروح كذا لا تضيعين عمرك عشان فيصل بكرا يتزوج ويكبر ويلهى عنك تكره أروح الجمعاتهم ما كأن عندهم سالفة إلا أنا صرت ما أروح فعلا وصار الويكند أقضي مع فيصل أجلس في البيت أبركلي مما قابلهم بعد فترة انخطبت من رجال مطلق وعنده ثلاثة وأطفاله مع أمهم أنا داخليا قليا وقناعتي رافض الزواج تماما لكن ما دريش اللي خلاني وقلت يلا ما أبغى أظلم نفسي توني بنت والرجال ما عليه وبحكمني شخصية ما تجامل وما عرف أحب أي أحد بسرعة وأتقبل شرت عليه أنه ملكه وبعدين ثلاثة شهور وبعدين زواج وأتوقع أن هذا أفضل قرار أخذته في حياتي المهم كان مهندس وما عليه ماديا وخلوق وسألوا عنه أخواني وأنه رجاله كويس وما عليه وشفت شوفه شرعية وما حسيته بشعور قلت يمكن إحساسي مات وتوكلت على الله وملكت بعد ملكتي بأسبوع جاء هذا الشخص اللي تملكت عليه اللي اسمه عبد الله جاء للبيت على أساس نجلس مع بعض ونسالف وأعرف ويعرفني أكثر ونتفاهم بأشياء كثير من يوم ما فتحت للباب ودخل سلم علي سبحان الله كشيت منه مرة كان عمره 34 استحيت منه كثير دخل المجلس ريحته دهن عود ويجلس يسالف ويسلم سبحان الله ما فيه قبول من أول ما سالف عيونه ما هيك مو عيون واحد جاي يسلم ولا يسالف مع بنت ويطمنها ويسالف عن حياتهم لا تعرفوا النظرات الوحش شخص مفترس في شراها تحسون نظرة قذرة هو هذا الشعور اللي جاني ويبدأ يطلع من الكيس ساعة الماس ويحطها بحضني ويقول مقدرك لكن ما حب أدخلوا يدي فاضية حسيت نجاي يشتري قبولي طمح يحسبني بشهق ويطير فيها ما أدري شكان في باله لكنه كان إنسان ما يريح أبد لدرجة إني بغيت أرجع الساعة وأقول له أنا ما أخذ أي شي من أي أحد غريب كأنه مراهق على كبر ومشفوح ما أدري ما حبيت جلست أسلك له وما صدقت متى يقوم من عندي كل كلامة أنا أحب اللي تدلعني وأنا أحب اللي تقولي كلام حلو وأحب اللي تهتم فيني وأنا 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 المهم إنه قرفني لدرجة أني حتى ما أبتسمت بوجهه ويوم قام بيطلع أحس أني ما حبيته ألتفت لي وقال ترى الساعة هذه خفايف ولا ترى حقك أكثر ويبتسم وأنا ودي أستفرغ أشتر السلوب وأطلع غرفتي وأجلس أبكي وأصي من قرف نظراته وأسلوبه يع 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 يمكنني متعودة على نظرات الحب من خالد يمكنني متعودة على شخص يقول أنت إيش تبغين يمكن كنت أقارن شخص بشخص ومن بكرة قمت وأرسلت الأخوية قلت اسمع أنا ما قدر أتحمل أدخل بجدالات كثيرة ولا أبغى كلام كثير هي كلمة وحدة وما رح أكررها أبغى أتطلق من عبد الله ورجعوله مهرة ولا أحد يفتح معي السالفة وفعلا أهلي سووا اللي أبغاه رجعوا للمهر مع ساعته واقتناعتني حاليا ماني جاهزة لأي ارتباط وجلست أفكر كيف خالد قدرني يتزوج وأنا اللي كنت بقلبه كيف أحد يقدر يرتبط قلبه مع شخص ثاني ورجعت الروتيني العادي وقلت الأهلي أي أحد يخطب لا تعلموني ما أبغى أرتبط بولا أحد حعدت لو كان شخص كويس أنا بشوفه بشع وماني مستعدة نفسي طررت أسافر مع أمي لمكة وأمي كلمت خالد تعلمه وتقوله لأن الولد معنا أمي كانت معلمة خالد أني تملكت ولكن قلت لها لا تقولين أني اطلقت أحس ما أبغى يعرف يعني بالسرعة هذه يوم رحنا مكة صليت ودعيت دعيت أن ربي يختار لي الحياة والاستقرار والراحة دق خالد على أمي يبشرها النزوش تحامل ما أخفيكم أني حسيت بغصة وجلست أفكر السنة اللي حبينا فيها بعض والسنة اللي كنا فيها متزوجين ونخطط الحياتنا والعيالنا كيف صارت ملك الإنسانة ثانية دعيت أن الله يهنيهم من كل قلبي ودعيت أن ربي يعوضني مسكت يد فيصل ولدي وأقول لها بيصير عندك أخو أنت أخو الكبير بعد رجعتي من مكة ولدي جاته حرارة وقلت أكيد تغيير جو وصار تعبان مرة حرارة وبطنة يعوره وبما أني ولد كمل السنة وزود صار يعرفني وما يرتاح إلا معايا أخذت إجازة أسبوع قلت الأمي لا تعلمين أبونا تعبان خفزوجتها تقول يعني ما تعب إلا يوم عرفت أني حامل وكلام كثير ما أبغى ينقل جاء أخوي الكبير وأخذ ولدي للمستشفى كانوا يحطون لإبر وتخفيف حرارة كان أخوي حبيبي يقوم من فجر ربي قبل دوامة عشان يودينا المستشفى وما كان ينزعج بالعكس كان ولدي يأخذ الإبرة وهو بحضن أخوي مر أسبوع وخلصت إجازتي وفيصل ولدي ما زال تعبان لكني قلت ما بأخذ إجازة يمكننا بإذن الله على مشارف العافية اللي يعرفوا أن السخونة ما بتطول أكثر من أسبوع للطفل خلصت أسبوع الدوام يوم الخميس رجعت البيت أثنين الظهر أمي ما هي في البيت أخواني مو في البيت أدق على جوال أمي فالصالة قاعد يرن شوي لتنزل واحدة من أخواتي تقول جواهر بقول لك شي بس لا تنهب لين أنا هنا صرخت فيصل وينها؟ أمي وينها؟ قالت فيصلة ارتفعت حرارتها وودتها أمي للمستشفى وأخويا معاهم أبرجع لسيارتي أشغلها وأروح لكن رجلي تجمدت ما قدرت أمشي وأطيح بالحوش وأصيح عجزت أمشي لأن بالعادة إذا ارتفعت حرارت ولدي أمي تدقتها ديني خبر يعني لكن هذه المرة ما حدق وأدق على أخويا وأنا أبكي وأقول لها بذمة كفيصل فيه شي قل لي يا بنت الحلل ما في شي بس حرارة وقال لي أنا أنا بجي أجيبك عنده يوم قل لي أجيبك عنده عرفت أن ولدي ما رح يرجع معاهم وأن اللي فيه مو بس مغذية وبيرجع وهذا آخر شي سمعته وبعدها فقدت الوعي ما صحيت إلا أنا بالمستشفى وبيدي مغذي وأقوم بسرعة تذكر ولدي وأبكي وأصيح وينه؟ وين ولدي؟ وأخواني يقولون خلاص أسقطي بنوديك بنوديك عنده جل لسوني على كرسي ودخلوني عنده بالعناية المركزة وجه ولدي ما أقدر أشوفه من كمية اللي اللي كانت بوجهها بخشمة وبفمة حطيت راسي على السرير اللي كان هو عبارة عن نقطة فيه وبكيت بدون صوت بس أون فيني ألم تعب العالم كله فيني رفعت راسي وقلت يا رب إن كان كل شي قاعد يصيبني اختبار أنا راضية لكن يا رب لا تختبر صبري في ساعاتي لا يصيبه شيء لا يضره شيء ولا تاخذه ولا خذني معه وقتها كان فترة مرض ما قدرت أجلس وقت طويل عنده وأمي فوق راسها تقرأ عليه والتفت عليهم قلت إيش صار؟ شلون؟ قالوا الساعة تسعة جتت تشنجات ودخلوا على العناية على طول طبعا طلعوني من غرفتها ترجيتهم إني أجلس ورفضوا طلعت وأنا ساندة نفسي على أخوي ولا شوفوا بوجهي خالد دوبة جايوا من هبل ويكلم أخوي وهم عصب من متى؟ وليه ما قلتولي؟ ويوم لف وشافني كذا ركد وجاء عندي قال جواهر إيش اللي جاء ليك كذا فجأة؟ أخوي سحب خالد من قدامي يحس بني بهاوشة ولا ما نرى يقتله لكن من داخلي والله كان ودي أحظنه ما أعرف الشعور اللي جاني يمكن عشان أبوه أو يمكن عشان فيصل إذا شافه يحبه ويستانس معاه رفعت راسي وقلت له تكفى تكفى خلهم يدخلونك عليه يمكن إذا سمع صوتك يصحى وقتها أنا منهارة أبكي وأتوقع أن بهذه اللحظة أغمى عالية وما وعيت إلا أنا في البيت مر أسبوع أسبوع ونص شهر وفيصل حالتها ما تغيرت ولا تحسنت ولا زادت رفضوا دوامي أني أخذ جازة زيادة لأن أتوي جديدة وصرت ما لي خلق شي خلاص أبغى أفصل الوقت اللي كنت أنام فيه أصحى وفيصل مو جنبي ما هو عندي في البيت كله لا يلعب ولا يضحك صار بيتنا كأنه بيت وحوش هادي حسيت أن النصيب بهالدنيا أني أجلس طول عمري أجاهد فيها ما أخفيكم أنه من شدة حزني أني كنت أجهز نفسي أن أخوي في يوم من الأيام بيدخل ويقول لي ولدك مات صرت أجهز نفسي الأسوأ لإحتمالات أنام وأنا أبكي بدون دموع أقوم وأنا ماني في وعي في يوم وقت العصرية دخل أخوي علينا ويقول أبشركم طلعوا فيصل خلاص طلعوا من العناية ويبوس راسي أنام ما قدرت أوقف من مكاني كنت أرجف وأقول لي أقول والله قل والله ويحبني ويقول لي أقول لك ما في شي بعيد على رب العالمي طبعا أخوي يشتغل بنفس المستشفى اللي فيه ولدي وقتها من شدة يأسي قلت ما أبغى أشوفه ما أبغى أشوف ولدي أخافت عليك فيه زود وربي يأخذ مني ما أبغى أشوفه وأفقده مرة ثانية وقتها أمي خاصمتني على كلامي رحت الولدي فيصل كان بالتنوين وحبيبي كان طفشان ما حال أحد دخلت وما انتبهت من اللي فيه مو فيه بس أبغى أشوف ولدي دخلت وفكيت الطرحة وقلهم يخليني أشوف هو واعي ولا لا وأول ما شافني فيصل ولدي بكى وأطيح السرير وأشاهق وأسجد للربي وأحظن ولدي وأبوس راسه واخواني وراي يمسحون دموعهم ويقولوا لي ها شفتي كيف دعاك ما راح شفتي إن كلامنا صح كنت ما أبغى أفك ولدي لفت عليهم وقلهم متى بيطلع ما راح أتركه راح أجلس معاه اللي أشوف مع أخواني واحد ثالث اللي هو خالد وأنا فاكة طرحتي وأهابد واثر الرجال وراي ويقول الحمد لله على سلامته سحبت عليهم وردت كان فيصل يبكي تعبان وأنا أبكي معاه ما عرف اش يبغى وما يتكلم ولا أعرف اش اللي يعوره بس اللي فهمتها من وجه ولدي إنه مرهق وقل له أخويا تكفى دام حالته مستقرة خلينا نطلعه وأنا أترك دوامي خلاص والله لا أصير عنده كل الوقت بس أنا أعرف ولدي ما بيحب يجلس في مكان واحد بيذبح الطفش وما أحد بيعرف له كثري أنا تكفى ونطلعه قال خالد اللي أزيم بطلعه بجيب معاه ممرضة كان أتومي كويس لأنه بالتنويم أصلا ما ينفع يخشون عليه أكثر من شخص عشان وقتها زي ما قلت لكم كان فترة المرض وأنا وقتها مستحيل أتركها مستحيل طلع أبوه ووقع أنه بيطلع على مسؤوليته وروحت البيت معاي الممرضة واتابع حالة ولدي وكل شي تمام بعدها بأسبوع ساعة سبعة المغرب جاءت الفيصل ولدي تشنجات قوية وصار يطلع من فمه زي الماية والأول مرة أشوف ولدي كذا أمي أول ما شافتها قالت هذه اللي جاء أول مرة وادق على أخوي عبد العزيز وأنا ما أقدر أحكي لكم الموقف بالضبط لأني توقعت أني فقدت ولدي وهذه سكرات الموت أخذوا للمستشفى وقالوا حالته غريبة ما نعرفش فيه بس يدونه إبر وخلاص قام أخوي قدم على طلب المستشفى في مدينة خالد وعلم خالد ونقله أوراقه هناك وفعلا سووا له أخلاق ونقله بسيارة تسعاف من مدينتي المدينة خالد جلس فيصل في المستشفى ثلاثة شهور المستشفى الجديد ما طلع منها ولا يوم وأنا بدل ما كنت منهارة وأبكي منهارة لكن تقربت الرب أكثر أقرأ قرآن أتصدق أشرب ولدي ما يتزمزم بدل ما كنت أسهر بالبكي أسهر بالمستشفى جنب ولدي أدعي 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 وأقول يا رب أنا رضيت باللي كتبته هون علي الشعور اللي قاعدة أحسه وخليني راضي بكل شي رح يجيني بعد ثلاثة شهور من التنويم اتشفوا أن اللي في ولدي مرض نادر جدا وما لعلاج مرات تشنجات مرات أغماء ومرات يحس بألم بكل جسمه ومرات يستفر غدم دخلوا علي الدكاترة وقالوا أنت صغيرة وواعية وفاهمة أن اللي في ولدك شي ما لنا يدفي إلا أن يكون تحت عيوننا وجلوسك عنده ما رح يغير شي قرروا أن يجلس عندهم إلي ما يصير عمره ثلاثة سنين وبعدها بيسووا له عملية وقالوا أنت صغيرة قوم يشوفي حياتك وزوري ولدك متى ما حبيتي ولكن وجودك عنده ما لأي فايدة خلاص مصير ولدك أن يكون بالمستشفى وإن شاء الله بعد من صر ثلاثة سنوات يقدر جسمه يتحمل عمليات نسوي له العملية لكن بهذا العمر ما نقدر نديه شي ومدام أن تجيه التشنجات لازم تكون الأجهزة عليه ولا يمكن هذه التشنجات تسوي له توقف بالقلب ما نقدر نطلعه جاءوا أهلي وقالوا امشي ارجعي معنا وخلينا نروح لمكة تدعين وكذا طبعا أهلي كانوا جوني كل نهاية أسبوع ويرجعوا رفضت أني أروح معاهم وأنا بس أبكي يا ناس هذا ولد يا ضناي كيف يبغاني أتركه وهو حي يتنفس صاحين ذالا قالوا بيجلس سنتين وعليها قلت والله لو يجلس دهر ما رح أطلع من هنا لما يطلع هو تركوني أنا كذا مرتاحة رجعوا أهلي يوم السبت لمدينتهم وأنا عند ولدي ساعة عشرة في الليل نظرة بدأ يتغير عيون ولدي أحرك يدي على عيون ولدي ما تتحرك عرفت أنه بيجي تشنج واللي خوفني أن كل الثلاثة الشهر اللي راحت ما تشنج للمرة واحدة طلعت من الغرفة وأنا لابس العباية وأناد النيرس جاءوا يركضون معايا وشافوا الجهاز حق تخطيط القلب صار يطلع صوته في رقم قاعد ينزل ووحدة ماسكة سعب يدها تحسب ومن كلامها تقول للي معاها نادوا الدكتور بسرعة وبغنضة تعين شالوا ولدي من قدامي ويقولوا لي لاجين ويركضون وأنا أركض معاهم وأنا لحالي ماعرف شي أخذوها أختفوا من قدامي أهلي خلاصة في نص الطريق لو أكلمهم بيسوون حادث بهبلهم ما جاء في بالي إلا خالد وأدق عليه وأنا أبكي وأصيح وأول مرة كان منفجع لأنه عارف أني أنا ما دقيت بنفسي إلا فيه شيء وأنا بغرفة ولدي جالسة على الكرسي وأنتفض ماعرف شي سووا فيه فين راحوا شوي اللي يدخل خالد علي ومعاه حرمة قال الشبك فين فيصل قلت ماعرف روح أسألهم ليش أخذو إلا تمسكني هذه الحرمة وتقول اجلسي لا تتحركين بيسألة وبيرجع قلت أنت مين تسمي علي وتديني مويا وتقول امسكي هذه مقري فيها وبسم الله عليك ومدري إيش وقالت أنا خالتك أم خالد وأنا أول مرة أشوفها كنت محتاجة أحد يكون معاي وأمسكها وأحبنها وأشاهق وقلت كفين يا خالة أبغى ولدي خليهم يجبونه تجلسني على الكرسي وتقول لو الولد فيه شيء كان جوعا لمك بس ما في شيء ما في شيء يا بنتي وأنا بس أبكي وشوي اللي يدخل خالد هو بالقوة يتنفس ويقول ما في شيء بس حطوه بالعناية لأنه التشنج اللي جاء كان قوي بالمرة بمجرد ما سمعت اسم العناية أنزل راسي وأقول يا رب يا رب ما قدرت أدعب ولا شيء ماني كنت قادرة أكلم حتى وتمسكني خالتي من يدي تقول ما في شيء استهدي بالله أحط راسي على ركبتها وأبكي بقهر كار غريبة أنا أكيد سوت شيء بحياتي خلاني أعاني جلست أفكر أنا ما عمري ظلمت أحد ولا عمري أذيت أحد قالت خالتي اسمي داما بالعناية أمشي أرجعي معاي للبيت خلاص ما رح يطلع اليوم ولا طلع أرجعك ولا ترجعين عند أهلك قمت و جلست على الكرسي قلت لا أجلس اللي ما يطلعون ولدي خالد يقول يمشي ما رح يطلعون وممنوع تدخلين عليه قال أمشي وأصرخه بوجهه قلت لا ما رح أخليه أنا قلبي مو ميت مثلك أترك ولدي وأطلع طلع خالد رح جاب الدكتور وجاء قال الدكتور اسمي تبغين تجلسي نجلسي بس ترى هذه الغرفة المريف الثاني رفضين نستقبله عشان عندنا قلة بالسراير إذا أنت حابت نتظري نتظري بالبيت وأول ما يطلع من العناية أكيد بنرسلكم طيب بنتظره برة بالكراسي قال أنت عارف أنه ممنوع عشان المرض شلت أغراضي وقالوا شيلي كل شي يخص فيصل لأن خلاص هذا السرير بيأخذ أحد ثاني جلست أشيل أغراضي وأنا أشاهق وأبكي وخالتي تشيل معاي وأنا ما أعرف فين بروح وأخذ شنطتها الصغيرة وأطلع وخالتي تحط الطرحة على راسي وتقول تغطي يا بنتي تراك كاشفة وأخذ الطرحة أحطها على راسي وأطلع وبنص الطريق وأنا نازلة وقفت وقلت لحظة أنا فين بروح ويناظرني خالد قاله بنبرة تخوف قال لي تبغين قالت أم روحي معي تعالي ارجعي معايا ونأكد استوعبت شوي أن هذه خالتي أم خالد وهذا خالد اللي تزوج علي وتركني أنا ولدي وأخذ شنطتي من يد خالد قلت لا ما أنا راحي عند أحد بكرة أخوي بيجي وأمشي وأسحب عليهم وخالد يركض ورايا ويا بنت الحلال يا بنت الحلال ما يصلح تصري لحالك لو يجيك شي لو تجي لك رسالة شينة يجيك شي لحالك والتفت عليه قلت ما شاء الله أنا أهمك يهمك مرة إيش هيصير لي رح بس أنت أمك فارق عن وجهي ما لك دخل طيب خلك بحالك يل طيب خلص رح لبيتك قلت إيش بيتي قال لي كنت فيه قبل ما في أحد اللي أنت بحالك قلت ما لي بيت بروح معك الشي جت أمها مسكتني قالت رح للبيت وأنا بجي معك إيه لين بكرة ويصير خير الحين الساعة وحدة لو يصير لك شي من بيجلس مع فيصل بعدين وقتها هاجت ما كان عندي خيار ثاني أصلا ركبت معاهم وروحنا للبيت اللي كنت فيه أول قبل وأنا متزوجة وأول ما دخلت فرشت فراش ونمت نومة لي خلاص ما في أي طاقة قمت الساعة 12 الظهر على رنة جوالي أخوي عبدالعزيزي اتصل قديت عليه قال لي وصوته واضح خايف وعرف أنه ولدي في العناية قال كيفك أنت طيبة والشين تجيته قال طلعي أنا برا وبسرعة أستوعب الغرفة اللي أنا فيها يما أنا جيت البيت يما أنا كنت مع خالد جلست أشوف المكان شبه مغبر يلا الذكريات رجعتلي كر لحظات وأنا حامل ويقول ولا لا عيشك أمير أنت أمك كر الوعود والمشاعر والحب لذكرت موقف يوم خلاص بدأ يبين بطني وصرت بين فترة وفترة أتوجع من ظهري وأسند نفسي على حافة السرير وكان خالد كل ما يشوفني أتألم يقول لي أوعدك بس تجيبين النون ولا أعوضك عن كل تعب تعبتي كرني من يوم ما ولدت فيصل وطلع على الدنيا ما بحكت لحظة بسبب فيصل ولا أعوضني عن ولا شيء بالعكس ما جاني إلا تجريح وإهمال وظلم وتخلي جلست أفكر أقول يالله اللي كان يسوي لي خالد كانت عيوني تتكلم معقولة كان يمثل معقولة سنتين يمثل علي الحب طب خوفة علي اهتمامة فيني دلع علي كيف يروح بسرعة وين اللي يوقف معاي وشجعني وخلاني أحمل وحاولت وتعالشت عشان أحمل ليه طيب يوم جبت ولدي تغير كل شيء معقولة كلام الأم يقلب الأب حتى على ولده دخلت وضيت وصليت الفجر والظهر وأخذ شنطتي أبغى أطلع وأشوف في الصالة خالتي أم خالد يالله لاظراتها لي كيف كانت غريبة كانت جالسة وقدامها بلاجت القهوة والتمر جالسة القهوة وتقول لي تعالي تقهوي قبل ما يجي أخوك وقتلها لا شكرا أخوي برا أول ما ركبت مع أخوي عبدالعزيز وجهها متصفق يعني منخرش قلت له شفيك يدينا ترجف ويحاول أن يمسك عصابة قال لي كيف ترجعين معاهم للبيت تدخلين بيت ولدهم أنت ما تفكرين ما تحسين ليه تحطين نفسك بموقف أنهم متفضلين عليك ليه ما دقيتي وأنا بنص الطريق أرجع وأخذك وكلام كثير نظرت أقولت والله يا عبدالعزيزي أني ما فكرت ما فكرت حتى أنا لابسة عبايتي ولا لا أخذوا ولدي قدامي ولا عندي أحد ولا أبغى أفجعكم بالطريق وأجلس أتكلم وأبكي مسك راسي وسلم علي ويقول أدري أدري بس حتى ولو لا تخلينهم يتفضلون عليك بشي والطب أهلي فينهم قال رجعتهم أمس ومشيت الصباح اليوم أول ما قال لي صاحب لي في المستشفى أن فيصل دخلوا العناية مسكت خط ودقيت على خالد وقال لي أنك مع أمه في بيته وجن جنوني يا جواهر تل أني أبغى أصير قريبة من ولدي ما أبغى أرجع لمدينتنا قال ترى ما تقدرين تشوفينه اليوم عشان المرأة ومدري إيش منعوا العناية اليوم الزيارة من شدة حزني وما ترجعتها حتى سنة راسي كده وسكت ودموعي هي اللي تتكلم عني وعبدالعزيز كل شي يقول أكلتي تبغين فطور تبغين غدا وأنا ما أشتهي ولا شيء ومن 12 الظهر إلينا العصر وأنا في السيارة وعبدالعزيز أخوي يفر من مكان المكان وينزل ويركى ويكلم بالجوال بالأخير وقفني بعمارة وقال يلا أنزلي قلت وانا وش هذا قال هذه شقة قريبة من المستشفى إذا دخل فيصل العناية تجيني هنا عمارة عوائل وما عليها خوف قلت عبدالعزيز أخافص كل حالي قال مهبول أنت خليك الحالي أنا بجلس معك وإذا صار عندي شغل يجي معاك محمد محمد أخوي الثاني ونزلت وانا قلبي مع ولدي ودي أني أنام بالمستشفى يلين ما يقولون خلاص نزلنا التنوين ومر أسبوع بجلوسنا في الشقة هذه وولدي فيصل ما طلع من العناية وكنت أشوفه من ورى القزاز وما أشوفه زين كله أجهزة نهاية الأسبوع جاني أخوي عبدالعزيز وقال يلا تجهزي احتمال يطلعون التنوين وأتجهز وأروح وللأسف ما طلعه واليوم الثاني نفس الحكاية وأتجهز وأروح والحمد لله طلع كان فيصل ولدي عبارة عن جسد هزيل تعبان ما في حيل ولا يفتح عينه قطع قلبي حالته ساءت كثير ملامحة تغيرت كأن شخص عايش ألف سنة ما كأنه طفل حمدت ربي إنه طلع وأمي كانت معايا وتقرأ عليه وتقول لا لا الولد طيب طيب الحمد لله وأنا أعرف من عيون أمي وأخي إنه ولدي مو طيب جاء خالد وأمه من خروج ولدي بساعة تقريبا وهذه كانت أول مرة أمي تلتقي بأم خالد وأنا كنت جاسها فوق السرير عند ولدي فيصل ومعطيتهم ظهري ولا لي خلق أقوم أسلم على أحد جت هي سلمت علي أم خالد وراحت سلمت على أمي وأمي كانت طبيعية جدا مدت لها قهوة بعدما سلمت طبعا على فيصل وفيصل طالحها مستغرب ما يعرفها وأول ما شاف أبو ضحك ولمعت عيونه فرحت مرة وصرت أنا دي أبغى يطلع ردة فعل قام خالد يلاحبه وصار يستجيب لولدي كلنا تجمعنا عند راسه وشنص لا كلنا تجمعنا عند راسه وصرنا نشوفه وهو يلعب ويضحك ويتكلم فجأة بدأ يتألم يبكي شوي شوي وأنا وأمي نبكي معه وكالعادة ويقول لي إيش يوجعك إيش يعورك كان بس يطالع فيني ويبكي هالموقف كان يقتلني إذا عذبني ولدي يتوجع ولا أدري إيش فيه ولا عرف شي يبقى وقتها أنهرت مسكني أخوي يقول ما ينفع تبكين كذا قدامه وتنهارين وخري وخري ويصير خالد هو أمه يلعبونه جلس ولدي على هذا الحال لمدة شهر مرة أهلي يجون يرجعون وخالد وأمه يوميا في العصر يجون إليهم بعد المغرب بعدين الصبح يجي خالد قرابة الساعة كذا يشوفه ويطلع وأنا تقريبا كنت ناسية إيش يعني نوم وراحة أي أحد يدخل علي أفز ممرضات متدربين دكاترة خالد أمه وهذا غير بكاء فيصل متقطع بعد ما جلس ولدي فوقي ثمانية شهر بالمستشفى وحالتها ما تغيرت ما بين خالد وأمه وأبو وأخوانه وأهلي وأخواني وزيارات من بنات خالد أمي كان هما من نفس المدينة اللي فيها المستشفى كانت تجي واحدة كبيرة منهم تقرأ على ولدي فيصل يوم إيوه ويوم لا وصر تنزل فيصل من السرير خليه يحاول يمشي شوية وأبوه مراتي مشي بالممرات ولكن ما نطول لأنه كان يتعب وكان كل ما شلناه يبكي يعرف إن إحنا بنرجع للسرير ما يحتاج أقول لكم إن كل دمعة تنزل من ولدي فيصل كانت تنزل من عيوني عشرات الدمعات بعد بكم يوم كنت صاحية الساعة وحدة الظهور كنت صاحية وفيصل ولدي صاحي وهذه بسريرة مروق ما عليه شوي اللي أسمع صوت كعب استغربت تورا ما تلبس كعب مزعج لهذه الدرجة كان الصوت يمر لستارة ولدي ويرجع شوي اللي واحد تفتح استارة كده بكل خشونة وفزيت أنا وولدي قطيت يدي على صدر فيصل وجلست أسمي عليه أنفجع الولد لأنه كان الوقت الظهر وما في أحد هدوء وأشوف بنتين واقفات قدامي واحدة محجبة واحدة طرحة كده بس فوق راسها وشارها يعني باين حقت حواجبي كده قلت شكلهم غلطانين ما أعرف أحد بهذه الملامح يعني من أقارب أمي اللي موجودين أغافرها طويلة الوجه كل عمليات تنفيخ رموش طالعني من فوق التحت وتأشرب كده بصبحها على ولدي تقول فيصل صح؟ قلت إيوه وأنا كده من دفعه وعيوني من كده عاقدة حواجبي المنظر يوتر مين هذي وكيف تدخل عليه كده؟ ديالت أنا تغريد زوجة خالد وطالع بطنها شكبرى ومليون علامة استفهام فوق راسي ليه جاية ما فهمت ما أعرف عنها شيء ولا شيء حتى اسمها ما أعرفه وحتى لو جاية تطمن شكلها مو شكل واحدة عندها ذرة حنان وعصبت لأني كنت واكفة عند ولدي بدون عباية بدون ما أترتب ولاني مستعدة لدخول أحد كنت كده لام مشاعري ولابسة بجامة وشكلي واضحني من خرشة وقلت إيوه هلا قالت شلو أنا بخير؟ في واقفة مكانها حتى ما نزلت تقرب تشوفها قلت الحمد لله بنعمة قالت متى بيطلع؟ قلت مدري كانت واقفة توجه لي أسئلة ما كانها جاي تسأل عن ولدي رجعت الورا لبست عبايتي وهي قاعدة تتكلم قالت تدرين أنا ما بقي لي شيء وأولد قلت الله يهون عليك؟ قالت إيوه الله يهون علي بس جعلك ما تتهنين بعافية ولدك إذا كنت تفكرين بطريقتك هذه بتكسبين عاطفة أنا هنا سكت شرد على هذه حسيت لو برد على وهي من فعلة كذا بتجو تضربني أو تأذي ولدي وأنا ما حولي أحد قلت لها إيوه؟ قالت أنا مو بقي لي شيء وأولد وانتي لك شهور ما غير تركضين بخالد من عيادة العيادة يلي ما تخافين الله ولا تحسبين أن ولدك بيطيب وانتي هذي نيتك ترى ولدك ما في شيء ما قرروا للدكاترا شيء هذا أنتي اللي تتبلين عليه عشان يطول بالمستشفى وليش فيها عيادات وذكرت اسم مدينة أهلي لي جاي بتح هنا عندنا مدينتنا ولا شفت أن خالد ما يقدر يجيك كل يوم عندك قلت يلا أقرب منه أكثر وخلاص خالد طلقك وانتي اخترتي تاخذين ولدك معك انتي اللي تتحملين مسؤوليته انتي وأهلك كيف أنا على وجه ولادة وزوج اللهي معك انتي ولدك ونتهاوش كل يوم على ذي السيرة اسمعي يا تكفين خيرك وشرك ولا تراك للحم ما اسمعتي ليصات ولا عرفتي مين تغريد وتجلس تتكلم تبربر كلام كثير ما أعطتني فرصة لا أجاوب ولا أرد نهاية كلامها قالت ضفي ولديك ورجعيبه مدينة أهلك ترا كل اللي عليها مغذيات وكسجين مو شي صعب وقتها جاني غضب العالمين كله ما همني تقول فيني اللي تقوله لكن ولدي كلم عليه كأنه جثة أحركها من مكان المكان مسكت عصابي قلت لها انقلعي نقلعي يلا يلا نقلعي يطلعي يروح يقولي هذا الكلام لزاجك مو لي يا أنا أنا ما طلبت منه شي هذا ولده صارخ وتعلي صوتها وتتلفظ بكلمات عمري ما سمعتها من شدة قدارتها يوم شفت ولدي بدأ يبكي مسكتها من يده وسحبتها للباب هي واللي معاها وتوقف برا وتطلع دموع التماسيح وتمسك بطنها وتدعي علي وعلى ولدي أصفق الباب في وجهة وأدق على أخوي عبد العزيز وأعلمه وأنا بالقوة أتنفس خفت إنها شوي تسوي لي شي ولا تتبلاني بحاجة اللي يجيني زميل أخويا اللي يشتغل بالمستشفى ويقول لي إهدي وأقول لا شوف ولدي ولدي شوف وضع لأنه فعلا خاف منها راح شيك عليه وقال ما في حاجة وصار يلعب معاهم ولدي ويضحك جلست تنفس أشرب موية أنا عمري ما دخلت بجدال مع ناس تفكيرها متخلف وطول عمري ما أعرف أرد على أحد يعلي صوتها وقاعد يكلمني حرفيا ننسيت كل شي عند ولدي وكنت خايفة على بطنها خفت إنها تسوي شي تتبلاني أنا وأمسك زميل أخويا هذا وأعلمه كل شي وقلت له ترى والله أنا ما سوت لها شي بس مسكت يدها وطلحتها برا قال معلك ما تقدر تسوي شي بعد 45 دقيقة بالضبط دخلت علي خالتي مسرعة اللي هي أم خالد قالت شلونكم؟ إيش بكم؟ فصل طيب؟ قلت لها إيوة طيب تغريد جت؟ قلت إيوة قالت إي مسكينة تراها متهاوشة مع خالد وتعرفين هرمونات الحمل وتجلس وتفك طرحتها وتكلم خالد وتقول له تراني وصلت واللي فهمته إن خالد علاقته بزوجته شبه معدومة واللي عرفته كمان إنه تغريد مهبلتهم ومجننتهم من خوف خالتي وركضتها ليا عرفت إنهم يتوقعون منها الأسوأ استغربتهم مش عرفهم دقيت على أخي عبدالعزيز وقلت لخالتي ومخالد جت قال إيوة خليهم يتأدبون قلت شا السالفة؟ قال عبدالعزيز أنا دقيت على خالد ومسحت في الأرض ولو تجيك مرة ثانية يقسم بالله لأوديها بداهية هو وياها وعلميني أي أحد يجيك يالله قضيت هذا اليوم بتوتر وخوف وقالك يعني زود علي تعب ولدي جيني هذه اللي معتوها زوجة ولدهم اللي كانت تشبه كل شيء إلا الإنسان كانت ملامحة حادة بشكل مخيف وكانت مبين إنها كبيرة ما هي صغيرة جلس تستغرب يعني خالد تزوج وأخذ دي واستغربت لي خالد مرسل أمة فهنا هو لكن هذيك حبسته جت علي أفكار من شفتها أفكار مرعبة وجلست أضحك وأقول يستاهلون شوي اللي يجي خالد وواضح أنه كان مستعجل على الطول تغضيت وأمه ترحب فيه وشف فيصل ما فيه إلا العافية يا ربي لك الحمد ويطالع فيه قال جت تغريد ما ردت عليه طنشته وجلست أعدل ما خدت فيصل ولدي قالت أمه إيجت وتضحك يا ولدي هرمونات حمل قال خالد تاكلت ابن هي وحملها وكان مع الصب ويتكلم ويرمي بالكلام أمه تضحك وتحاول تهديه لا يقول شي عندي قالت أمه يا ابن الحلال تعرف تغريد قلبها أبيض ولا تدري أنه فيصل بحسبة ولدها أنا هنا طارت عيوني وانفجرت قلت تخاسي تخاسي هذه تصير أم الولدي تخاسي وتبطي وتعقب تصير تحت مسمى أم أصلا وقلت لهم كل شي قالت لي وقلت الخالد اسمع إذا براسك شيء أنت زوجتك طلع ببيتكم أنا ولدي مو حق تصفية حسابات مو هناك سنزومبي يدخل الظهر اللي فينا مكثينا امسك حرمتك لأني سكت هذه المرة علشان اللي في بطنها لكن ثاني مرة والله ما أسكت الأحد لحد يجي يتعرض الفيصل قال وانت تحسبين فيصل ولدك الحالك هذا ولدي غصبا عني كنتي وأخوك وأنا للي الكلمة بكل شيء عليه قلت لا ما هو ولدك قال إلا ولدي قلت لا مو ولدك ويبدأ يشدها بالكلام وأمه تمسكه قلت تعال تعال ش بتسوي يعني ش بتقول ش بتقول هذا ولدي ش بتقول لإذا كفر أنا أبوك أحبك وربيتك إيش مسمى الأبوة عندك إنه يناديك بابا وبس صرت أبوه واعترفت فيه طاح بالمستشفيات بينك عنه يوم تركتها كم شهر عشان تلاحق التبن اللي ما أحترمت ولدك بغيابك وجدت وترمي بالكلام وتدعي عليا وعلى ولدي قدام عيوني كمان لا تخصي تصير أبوه وانت راضي بكل شيء قاعد يصير له وبدأ صوتي يتقطع كذا وأبدأ أشاهق وأبكي وأحاول أطلع تاب سنين كاتمت بقلبي قلت له عمري ما دقيت عليك أعاطبك أو ألومك على شيء ما ألومتك على ولا شيء سويتها فيني ولا عن أي وعود قلت إنك بتسويها علشان لكن ولدي ما أسمح لك لا أنت ولا اللي أكبر منك يتعرض له بكلمة مكويسة وانجابة زوجتك ولد بتصير أبو فلان ما راح تصير أبو فيصل روح 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 بر بأمك وبقبيلتك اللي بتدخلك الجنة ولدي ما يتشرف بيك ولا بنسلك ولا حتى بأصلك كل أهلك دين وملتزمين وانتوا ما اعترفتوا بولدي اللي يوم صار بين الحياة والموت كم أهلا واننا محسوب عليكم حنقلبك وطلع لك الثاني ومننا صار طريح فراش ولا لمن هو بالمهاد أشيله وأرضعه وأهتم فيه وأأكله وأشربه وأسهر عليه كنت أنت كل ليلة تراكض عشان تأثث بيتك وتحقق حلم أمك اللي عليه أنبنت عاسة ولدي وما صار يشوف أبوه وقتها بكيت بكيت وعزت علي نفسي وولدي المتى أسكت وأسكت وأسكت انفجرت ومرة واحدة قلت كلام كثير ليش تخليني أحمل إذا بتخلي ولدي يتشتت ويتعذب مع أهلك والجهل اللي هم فيه جلست فوق السرير وحضنت فيصل ولدي وكان يبكي وأقولها بصوت عالي حس بي الله عليكم وأعيدها حس بي الله عليكم أقولها وأنا محروقة قلبي محروقة وأسمع أم خالد تشاهك وتبكي وتقول الله يهديك يا جواهر أنت فهمتي غلط هذا ولدنا كيف ما نعترف فيه وتتكلم وأنا مطنشتها وخالد كانت عيوني حمراء ونظراتها بيني وبين فيصل ولا عرف يرد علي بكلمة التفت على خالتي وتلا روح يا خالد أخر الوقت اللي بتقولينه ما رح يغير شيء وأنا ما يهمني الآن إلا صحة ولدي وما أبغى منكم شيء ولا ولدي بحاجتكم جدت خالتي قالت لا يا جواهر عيب هذا الكلام ما أسمح لك بعد شد وجذب وراحه نمت من بعد شهور نمت نومة عميقة تحب مجاهدة نفسية وشد بالكلام وحلمت أن ولدي فيصل صار رجال وكبير ووجهها كأنه قبل ما يتعب بشوش وبرية وكأنه جاي يدخل علي البيت ويقول لي أمي أنا جوعان أبغى آكل وقتها في الزيت من نومي قمت اللي أشوف ولدي فيصل جالس جالس على السريق ما هو من سدح استغربت وقمت له بسرعة أشوف اللي هو قايم من نفسه وقتها طرت من الفرحة وقتها كنت بدق أبشر أمي إن فيصل جلس من نفسه شوية اللي يدخل علي أخوي عبد العزيز من قوة الفرحة النجاني قمت على طول حضنته قلت شفيك شفيك قلت فيصل قام يعني جلس من نفسه أمبسط أخويا قام يشي لو يلعب معاه ويطلع له لعبة جايبها قبل ما أنام رددت إنه مع العسر يسره وفعلا صحيته أنا طايرة من الفرحة فيصل صاري قوي نفسه وأخويا جاني فجأة حط الأغراض أخويا عبد العزيز كان جايب لي قهوة ودونات وجايب لولدي فيصل كم لعبة وطلع يكلم للدكتور ويسأل عن فيصل ما أمدأ أخويه يطلع إلا يدخل خالد وأنا أول ما شفتها أول مرة بحياتي يكسر خاطري كان وجهة عبان وواضح إنه ما نام وعيونه حمراء تعطي علامة إنه هذا الإنسان كان يبكي ليلة كاملة وجاف بالي كلامه أمس وهو يقول لأمه كل اللي صار لي بسببك رحمتها رحمت ضعفة وقلت حيلت وتشتتها بنزوجتها وأمه وولدي وتذكرت أمس وأنا أقول حسبي الله عليكم استغفرت ودعايت إن ربي يغفر لي ويسامحهم ويشفي لي ولدي دخل وسلم وجلست جنب فيصل ومسك يده وما فيه حالي لعبة وألتفت علي قال جواهر ما فيه كلام أقدر أقوله إلا أن كل اللي قاعد أسويه لولدي من كل شيء يعني ما يحتاج أقول لك إنه ندم الندم أكلني لكن أنا أحاول أعوض الأيام اللي ضيعتها بدون فيصل وما أقدر أقول إني أنا ما أخطيت بحقكم إلا مخطي ومخطي كثير لكن أعطيني مساحتي كأب مع فيصل وخليني أسوي اللي يطلع من قلبي ويشهد علي ربي إني أدعي إن الله ياخد من عمري ويعطيه إنتي أكثر وحدة تعرفين إش يعني لي فيصل من كان في بطنك لكن إش صار ما أدري بس اللي أعرف إن اللي صار كله أنا ما أخترته كنت أحاول إني أسمح خاطر أمي بعد زعلها بس ما توقعت إني بظلم نفسي وظلمك معاي بس رحتي مني وشي غصبا عني لكن والله لو إنك رجعت معاي بهذاك اليوم اللي جيتك فيه مع أبوي صدقيني كما صار كل هذا إنتي خليني أقضي مع فيصل باقي أيامي وأشبع من الشي المشترك بيني وبينك وحطي براسك وبراس أخوك عبد العزيز إني أنا ماني عدوكم مثل ما أنتوا تأذيت وحتى أنا تأذيت أول مرة أحط عيني بعينه وقاعد يتكلم حسيت بقلبي غصة نبرت صوته نظرته قلت حيلته حسيت إن خالد قاعد يمر بأيام صعبة وخسر فيها حتى نفسيته حسيت إن ضعفت شوية وأنا أشوفه كذا مهما جاني منه ما كنت أبغى أشوف خالد بالموقف هذا أبدا نزلت دموعي وأنا ما بيدي شي سألتك تغيير جو إذا اللي في بطن زاشتك ولد إش بتسميه؟ قالت صدقين ما أدري هو اللي في بطنها ولد بس ما فكرت وأنا بقلبي كسرت خاطر خالد وولدي وبنفس الوقت أفكر بأخوي عبد العزيز كيف إنه صاير ما يخليني ولا لحظة ويجيني في كل وقت ويرجع بنفس اليوم بس عشان يحسسني إنه معايا وإني أنا ماني الحالي صرت أحس بثقل كبير على قلبي تل أمي الأخواتي اشتكت أنام على سرير مريح اشتكت أحضن ولدي وأنومة معايا بسريري جاء بكرة سلم علي أخوي عبد العزيز وراح وصرت عند ولدي فيصل أحاول أخليه ينطق بعض الكلمات ألعبه جت عندي الممرضة تقول بعض ساعة بيسوون أشع على الفيصل ورح يأخذونه مسكت يد فيصل وأنا أحاول أنومة ألعب بشعره وهو ماسك يدي وادعي أن ربي يحقق الحلم اللي تحلمته أن يكون كبير قدام عيوني ويتحقق سحبوا فيصل وادون الأشععة وأنا وراء أمشي وجاني شعور ركادة سمت عليها استودعتها الله وجلست استنى بره وخالد كان موجود ويستنى عند الباب ساعة ساعتين ثلاث وفيصل ما طلعوا إلى الآن قال لي خالد ارجع للغرفة انطلع بجيبه لك رفضت صارت الساعة 11 قبل الظهر وللآن ما طلع وقل لخالد روح كلم الدكتور وقالوا أنه بيطول الأفضل أن نستنى بالغرفة واحتمال بعد الأشع حيرجعون للعناية احتياء استغرب تشدخل العناية بالأشع ولدي ما جاء لا تشنج ولا شي مرت ساعات إلى الساعة 5 العصر وللآن ما أخلص قلبي عوري لأنه دائما يخلصونا بساعتين شوي اللي أشوف مع الناس الرائحة والجاية زول أخوي عبدالعزيز أول ما شفتهم هابلت وتلجيت إيش في فيصل؟ عرفت أن أخوي عبدالعزيز مستحيل يرجع وهو أمس ماشي وأشوف خالي أبو خالد مع عياله وراء وأخوي أشوفه يجي عندي ويضمني ويقول لي أذكري الله يا جواهر أذكريه أول ما قال لي كذا عرفت أن ربي أخذ اللي أعطاني مسكت يد أخوي وقلت له مات؟ ويقول قولي لا إله إلا الله قل طيب فيصل مات؟ ولا بالعناية؟ قول لي الله عطاك ياه؟ والله برحمته أخذه أنا واقفة أدور خالد يمكن فيصل معاه وأشوفه جالس بالأرض وأبوه وأخوه فوقه وعرفت وقت أنا خلاص ولدي عند ربه صرخت بكل ما بقالي من قوة تحمل وطحت بثقلي على الأرض وأسجد الرب وأقول الحمد لله يا رب الحمد لله يا ربي أنا ما أعترض يا رب قويني سبحان الله من قبل ما يأخذون ولدي من عندي وأنا حاسة بشعور غريب كأن ربي أنزل علي السكينة والرضا الصرخة اللي صرختها بسيب المستشفى عن ألف دمعة أخوي عبد العزيز وقفني ويحاول يقوين ويمسكني قلت لها تركني أقدر أمشي تحملت كثير وشفت كثير صار لي قرابة السنة بالمستشفى وما باقي على مالية ولدي إلا سنة ويمكن بعدها يطيب ويعيش ويمكن يتعذب كل حياته رجعت للغرفة وأنا أمشي مثل الجثة ما عندي شيء أفكر فيه أول ما دخلت غرفة وأشوف ألعابة وملابسة وأنا أطيع عن شنطته ورففت إن أحد يشيلها أنا اللي أشيل ملابس ولدي أنا اللي أنا أطف غرفته شلهت ملابسة وأشمها وأتذكر الحلم وشو يعني أنا بشوف ولدي كبير بالجنة يعني هو صار طير خلاص كمل باقي عمره بعيد عن عيني وحضني قبل ما أطلع من الغرفة أشوف أبو خالد جاي يفضني يبوس راسي ويعزيني وأنا أمشي وأصيح ما عرفش اللي حالي أو إش كادين يقولون وأشوف الممرضة اللي كان يحبها فيصل كانت تبكي بحرقة وتجي تحضني وأقول لها راح فيصل ويعزوني في كل الموجودين قد للسيارة وأول ما أركبت سألت أخوي عبد العزيز عن خالد فانا قال إنه تعب وأعطوه مغذي ووداني أخوي البيت بنت خالة أمي اللي كانت تقرأ على فيصل ما أتذكر كيف استقبلتني بس اللي أتذكر إنه طحت بحضنها ونومت بع بايتي وأغراض ولدي بالأرض جنبي نومت نومة تهدت الحيل وبضعف وثقل كنت قاعدة أوني ويقول يا رب إني أقوم ومعت فيني هذا الشعور الشعور يوجع القلب نومت وأنا اعتبرت إنه النوم هروب من كل شي رح أشوفه بيمر علي قمت الفجر هم مغطيني وفوقي مغذي وممرضة وخوي عبد العزيز نايم معايا بنفس المجلس وبنت خالة أمي بعبايتها فوق راسي أول ما قمت وشفت المغذي بيدي أسترجع الموقف إيش آخر شيء ولا ديمات ولا بالعناية وألتفت أنا ديها هند قومي اللي هي ببنت خالة أمي إيش صار؟ فيصل وينه وتسمي عليها وأشوف أخوي عبد العزيز يقوم وواضح عيوني حمرة ما كان نايم كان يبكي جاي يحظني يقولي ابكي طلع اللي فيك لا تكتمي لتلا دفنته قل لا بكرة الظهر إن شاء الله نوجاني قلبي وأنا تخيلة بالثلاجة وبرد عليها ودي أروح أجيبة أجيبة بحقني إليم بكرة الظهر واجلس أبكي 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 بحق نخوي قوموني 11 الظهر وأخوي بشماغ بدون عقال وخواتي وخوالي موجودين وخالتي أخت أمي تقرأ علي أول ما قمت قلت فين أمي أحس أكثر شيء احتاجة هي قالوا ما جات ما تحملت قلنا لها لا تجي ويقوموني أخواتي أتروش وأوضي ولبست وجابولي عبايتي وأنا كل الوقت أصيح وأبكي قال أخوي عبد العزيز يلا لن نتأخر قلت فين بالروح خلاص رجعوني لمدينتي جات خالتي أختمي قالت يا جواهر أنت مؤمنة روح يغسليه وإذا ما تقدرين روح يسلمي عليه صرخت وبكيت قلت لا لا ما أبغى أشوفه تكفون ما أبغى أشوفه جاء أخوي عبد العزيز قال اسمعي لا تغسلينا بس شوفيه قبل ندفنه يمكن تندمين بعدين أنك ما شفتيه بعمري ما خشت مغسلة ولا أدري إش يعني موت ولا عمري شفت أو سلمت على ميت وهالمرة يدخلون ولدي علي ميت عجزت أستوعب عجزت أستوعب الشعور واخوية عبد العزيز أصر أني أروح لو بس سلمي عليه قبل ما ندفنه لبس تعبايتي مع أخواتي اللي يا الله يمشون من الدموع ركبت مع خالي ومعاي خالتي وبنتها الكبيرة إليه ما وصلنا المغسلة عبد العزيز سبقنا هناك وأول ما وصلنا مسك يدي بينزلني وعييت يحاولي نزلني من السيارة وأنا أشاهق تكفى ما أبغى أشوفه ويقولي والله بترتاحيني إذا شفتيه لا يأذن الظهر وأنتي ما شفتيه في جناستين معاه نزلت من السيارة وعلى كلام أخواتي أني عبد العزيز اللي كان شايلني ما قدرت أمشي دخلتني خالتي وخواتي وجلست بالكرسي وما أدرش المكان اللي خشيت فيه طول الوقت أرجف وأسمع صوت موية وليات ومسك راسي وأقول يا رب أنا إش بشوفه بعد شوي كان الموقف مرهب قلت خايفة إش بشوفه شوي اللي أسمع واحدة تقول وين أمه بس أمه تدخل وخالتي طبعا أول ما جد فصخت عبايتها وغسلت ولدي مع الحرم الموجودة وينادوني وعجزتها قوم وخالتي أم خالت توها داخلها وتمسك يدي وتقول قومي يا جواهر قومي شوفيه ومسك دين أقول خالتك فيه ما ودي ما أبغى وأجلس أبكي وأشاهق وأترجه مني ما أدخل ما أبغى أشوفه ميت ما أتحمل فاتحت خالتي أختمي ستارة ومسكت يدي وقالت قومي يا بنتي بس قومي وشوفي وجهه والله انت رتاحين وأقوم وأمشي أول ما شفت السرير عليه فيصل وأجلس في الأرض وأرجف وأبدأ أقول كلام مو مفهوم أدعي له ولا أسمي عليه تمسكني خالتي بالقوة وتقربني منه أول ما شفتها شهكت عجزت أني أقرب له ولا ألمسه كان وجهه أبيض وممتلي ما كان هو اللي كان تعبان ونحف لأ كانت خدودة اللي زي زمان البارزة وكأنه نايم وكان ملاكي مثل ما قالت خالتي وكان عند خشمة كذا زي الكدمة الخضرة أتوقع من الليل اللي كان بخشمة قالت خالتي سلمي عليه قربي شمي ريحتها خفت وقتها كثير وأول ما قربت وجهي له سلمت على راسه وكان بارد 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 بطع قلبي وأنا أحس ببرودة جسمه وبكيت وبمهته وكان ثقيل ما قدرت أرفعه من ثقلة وجلست أبوس كل مكان بوجهه وأستودع الله ودخلوا وراي أخواتي وأم خالد وما قدرت أتركهم له يسلمون عليه واخروني عنا بالقوة جلسوني بالكرسي ودخلوا أخواني ودفت لهم خالتي السرير إلينا الباب ويسلمون عليه وقالوا إننا نتغطى ودخل خالد وأبوه وأخوانه وأول ما شفت وجهه خالد ما قدرت أمسك نفسي وأغطي وجهي بيدي وأبكي وأصيح رحمته ورحمت ولدي ورحمت نفسي وكل شي لح علاقة فينا كان خالد يمشي وأخول كبير اللي ماسكه وما كان يبكي كان يستغفر وأول ما قرب الفيصل وأول ما ضمه سمعت صوت بوكة بوكة رجال بوكة قهر بوكة حزن أول مرة أسمعه كان حاط راسه عند رقبة فيصل ويرفع راسه ويطلع من جيبة دهن عود ويدهن فيها كفا فيصل ويحط على خده وكان يشاهق أخوي عبد العزيز مسك خالد وبعده وخالي جاء وسلم عليه وخالتي أم خالد كانت تشوف خالد ومنهارة تركتني خالتي وراحت لها تهديها وأنا ما تحملت الموقف أبد ندت أخوي وقلت الآن أبغى أروح مدينتنا خلاص تعبت ما أدقدر يقول لي أصبري بس نصلي وبدوا الرجال يجومون ويأخذون فيصل وأخوي عبد العزيز ومحمد وأخوان خالد بيشيلونه وأنا أصرخ ويقول لهم بس أخر مرة أبغى أسلم عليه وأقرب له ويقولون بسرعة وأطيح على فيصل وأبوسه بكل قوتي وأحضنه وأشمه ودموعي مغرقه كل وجهه ما قدرت أتركه كيف أترك ولدي وهم يدفنونا تحت التراب وأقول لها تكفى عبد العزيز مو ألحين ويبعدني أخوي محمد ويشيلونه مني غصبا عني ويقولون تأخرنا بيصلون خلاص والحريم يمسكوني وأحط وجهه بحبن خالتي وأبكي يلين ما خلاص ما عد قدرت أشوف شي وحستني بدأت أفقد الوعي والرجال راحوا وبنت خالة أمي رجعتني لبيتها ورجعت خالتي معي والبنات وهذا كان آخر يوم أشوف فيه ولدي فيصل وينتهي كل شي لها علاقة فيه أول ما جوا أخواني من الصلاة ويعزوني فيه وخوالي موجودين قلت لعبد العزيز الآن أبغى أرجع مدينتي قال أبشري وفعلا مشينا كلنا مشينا والطريق كان أبشع طريق أخدته في حياتي تركت ولدي تحت التراب ورجعت بدونه كنت طول الطريق أو إنه أبكي أول ما وصلت بيتنا كانت أمي في الصالة وأول ما شافتني غطت وجهها بملابسها ولفت وجهها وتبكي ما فكرت إن أمي ممكن ما تتحمل ما فكرت بأي شي كنت كل اللي محتاجت له بهذا الوقت أمي ورحت لها وأنا أبكي وأطيح بحضنها وقلها أمي راح ولدي راح وتضمني كل ما عليش أبنتي رب اللي يعطاك ورب اللي ياخذ نمت هذيك الليلة جنب أمي وأخواني وأخواتي كانوا جنبي ما خلوني دقيقة وحدة من اليوم الثاني ويجوني حريم أخوالي وخالاتي وعماتي يوم صار العصر ويناديني أخويا ويقولي تعالي المجلس الرجال في أحد بيعنزيك وأروح من أشوف أبويا أبويا اللي ما لح علاقة فينا ولا تهم حياتي ولا عمرتك يسأل عنها بس كانت علاقتي أنا فيه كويسة عكس أخواني وأحبه كثير لكن ربي ما أعطاه حب أن يكون معايا دائم حضنته وعزاني وجلس يسولف تقريبين عشرة دقائق وطلع تمنيت أن يطول أكثر لكن ما قدرت أقول له اجلس ما أبغاك تروح كم يوم من بكاء ودوخة وغثيان وتعب وهم أخذنا أخويا وروحنا لمكة وجلسنا بس يومين وكانت كأنها شي ططب عليا ارتحت كثير دعايت كثير وبكيت الرب ووعدت نفسي أول ما نرجع من مكة بتغير عشان أمي وأخواني اللي جالسين يتعذبون كل ما شافوا وجهي ورجعنا ودخلت غرفتي وأشوف سرير فيصل ملابسة وألعابة في الأرض دخلت معايا أختي هي والعاملة قالوا يلا نشيلهم خلاص وقتها عجزتني أشيل شي ما أقدر قلت لهم شيلوا كل شي انتو وإذا خلصت وجيت طلعت من الغرفة وروحت عند أمي وأنا جالسة أفكر إيش أسوي عشان أرجع طبيعية قررت أني أروح لدكتور نفسي وأحاول أطلع من الحالة اللي أنا فيها لأني بكل مرة أنام أحس من ضيقة الصدر اللي أنا فيها معد بقو بعدها رحت الأخوية وعلمته وقلت لأش رايك قال إذا ودك من بكرة أسألك أشوف لك دكتور كويس لكن صدقيني ما حد بيساعدك كثر نفسك أنت إذا رحت بيعطيك علاجات وجلسات وانت اللي فيك كلنا نعرفه أقري قرآن كل يوم إذا ما خفتي أنا أودك وسويت مثل ما قال وعالشت نفسي بالقرآن وما أخفيكم أني استخدمت حبوب منومة وحبوب اكتئاب كانت لازم تصرف لي واعتمدت بأكثر شي على قراءة القرآن ما كملت شهر إلا أنا أحسن بكثير لكن ما كنت أتحمل أني أسمع كلام قوي أو كلام محزن أو أي شي ضيق خاطري كانوا أهلي يخبون أي شي ممكن يسبب لي قهر مر شهر وكأنه سنة وأنا قبل أحط راسي وأنام أفكر بخالد هو طيب زوجته ولدت طيبين ولا إيش يسوي هو سلك لها وحبها ولا للآن تركين بعض كنت أحس بحزن أن الشي اللي كان يربطني فيه راح وإن آخر يوم يوم شاف فيصل ما كان طيب أبد وما كنت أقدر أسأل أمي أو أخوي عبد العزيز عن خالد لأنه بيكون موقفي جدا سيئ وأخوي عبد العزيز قال لي خالد وأهله واللي صار معاهم صفحة وأنطوت خلاص انسيها إذا تبغين تعيشيني انسي كل شي ما تعلق في الماضي حاولت أنسها بس ما قدرت مهما كنت أحاول أبينني قوية قدام أهلي وأنزلهم وأنا أبتسم كلما رجعت لغرفتي ما أنام إلا ودموعي على خدي بعد كم يوم جتني رسالة على جوالي من خالد كاتب شلونك الحين عساك بخير فز قلبي وعورني فرحت على حزن ما قدرت أحدد موقفي وما قدرت أرد عليه أبدا خفت من أخوي خفت من زوجته هو وما رديت ووريت أختي وقالت لا تردين عليه ترى بيمسك خط ويجلس يرسل لك وراء بعض ولو در عبد العزيز أخوي ترى بيزعل عليك أرسل مرة ثانية وقال ما وديك تردين علي والطمينيني بعد ساعة وبرضو ما رديت قررت أني أقفل جوالي عشان ما أرد أبد فكرتني أقول لأمي أن خالد أرسل لي لكن أمي عرفها أي شي بتقوله لعبد العزيز أخوي وأدري أنه بيدق علي بتاوشان وما كنت أبغاها توصل للكذا سكت بعد كم يوم نزلت الصالة وكان أمي وعبد العزيز يتناقشانه بصوت عالي وأول مرة أشوف أخوي عبد العزيز صوته عالي أول ما شافوني سكت وأنا من هبلة قل شفيكم قالت أمي ما في شي بنت الحلال بس خالتكم خالد تقوله بتجي بكرة تسلم علينا وما شافتني من زمان وأخوك يقول لا تجيش بيننا وبينها يبغاني أرد الحرمة قال أخويا أنا ما قلت رديها قلت صر فيها أنتو مش فيكم يا أخي ما تفهمون كان أخويا عبد العزيز منفع المرة ويقول لا أمه ما تدخل ولا طب بيتنا خلاص اللي بيننا وبينهم راح يوم قال كذا عيون الدمع قلت هذه جدة فيصل قال اش اللي جدة وهي جحدتها سنة كاملة وما اعترفت فيه إلا في المستشفى المهم إنها من بكرة المغرب جت وأنا لبست في استان ناعم كنت أبغى حط مكياج لكن للأسف نسيت كيف لوحدة تحط مكياج اكتفيت براجب لشر وطلعت أخوي عبد العزيز ما رضي يطلع من بيته هي فيه يبغى يشوف اش تبغى دخلت ورحبت فيها وكان ثم يحط أنواع الحلو المالح وخواتي جاسيني قهونها وهي بحب مها طفل أول ما شفت واستغربت سلمت عليها وجهها الصغير مو خالت القوية أبد وكأنها جاسة تتودد لنا وبعد السلام والمجاملات والدعاوي قالت أنا يوم عبد العزيز ما دريش أقول لكم لا اعتذار بكفي ولا تبريرات بتوفي ولكن أنا جاي أبغى جواهر تسمعني كويس تكمله هي عيونها مغرقة دموع وتقول أنت يا جواهر أم وجربتي الشعور الأم وهي تشوف ولدها يتعذب ويتعب والله اللي حصل لك حصلني ولدي خالد بنتهي ما هو ولدي مو ولدي اللي أعرفه ما يعتبرني موجودة ما يجلس في البيت زوجتها ولدت ولا فكر يسلم عليها ولا عنده لهفة ولدة اللي بحبني هذا شهكت يوم عرفت أن اللي بحضنها هذا أخو فيصل ولدي قمت وأنا ماسكة البكية وأخذه منها وأضم وأشم ريحتها ما همتني أمه كان كل تفكيري أن هذا من ريحة فيصل هذا أخو ولدي وأجلس بالكنب جنبها وهي تبكي وتقول لي والله ونعم التربية ونعم الأخلاق وتقول لي تكفين يا جواهر وتطلع جوالها وتبريني صورة الخالد نايم بغرفته وهو يضم شالي وتقول شوفي ولدي كيف نام شوفي كيف يا جواهر والله أن أبوه يحط اللوم علي ويقول أنت اللي سويته بالولد كذا وأن زوجته ما أمدها تطلع من النفاس اللي طالب الطلاق وطلقها بدون تفكير وأنا كنت أظن ولدي أنه إذا حملت وجابت للولد بيلها وبيعيش حياته لكن ولدي تعبان حتى زوجته يمطلقها رمت علينا ولدها وقالت أنتم أهلة أنتم تربونا والبلاوي جتها من كل جهة أنا سكت قالت أمي ما عليش يوم فهد بس أنت تبغين بنتي تجيلكم مربية قالت لا مهذا المقصد أنا أبغاها ترجع لولدي وتبكي وتقول لا هذا الولد أنا أربي هذا عندي أنا اللي بربيه والله أني أنا اللي بربيه قالت أمي ها أنت شرايك يا جواهر قالت لي خالتي أم خالد اسمعي يا جواهر لك مهار جديد ولك عرس والله لأسوي لك حفلة الكل يتكلم فيها وإذا تبغين بيت أنت اللي تختارين للأثاف واللي تبغين يصير وخالك أبو خالد قال إذا رجعت جواهر تشرط اللي تبغى لو تبغى بيت في مدينة أهلها لزلت راسي وأطالع في الولد قلت اش اسمه قالت سماه خالد ريان قلت لو فكرت أرجع ولو واحد في المية برجع عشان ريان مو عشان أي حيث ثاني ولو رجعت أنا اللي بربيه ما رح أخليه عندك أنت وعمي وأبوه موجود لكن الآن ما أقدر أرود عليك بشي قالت ليش ولش يطولينها يا بنتي والقرار بيدك يجهد ربي علي أنك أحسن مني وأعقل مني وانتي سديتي فمنا وما لقينا عليك شيء إلا كسرت يروسنا بطيبك وبطيب أهلك وحنا شارينك باللي تطلبينه ولو كنت أدري أن سعادة ولدي معك ما كان صار اللي صار ولكن الشيطان والتفكير بالناس لعب فينا لعب وللي زيك ينشرب الدهب ومو دائما حصله ولا تحس بيني جاهل وما أعرف بالحريم تراني مزوجة ثلاثة وعندي ثلاث حريم عيال وانتي الرابعة والله ما خفت كثر خوف إني ظلمتك أو إني غلط عليك أو على أمك لكن أخذتني العزة والغرور والله إني كتشرفينه وإني كأحسن منه وإذا مو عشاني ولا عشان عمك ولا عشان ريان على أقل عشان خالد اللي كل ما شفت وجهه كأني عدوة نظراته كلها اعتاب تكفين خففي عني هذا الشعور وخليني أفرحه إني أنا اللي برجعك له ترى والله ما يدري إني عندك اليوم ولا هو اللي طلب مني إني أجي وأقنعك اللي جابني عمك قال لي روحي وحاولي فيها علشان الولد والله يا أم عبد العزيز لو تشوفين ولدي ينفطر قلبك طبعا كلنا بالوقت هذا دموع والصياح وأمي يا عمري كانت تبكي أكثر منها ضميت ريان وغمطت عيوني وأنا أتحسس أحسن ولدي فيصل وكأن مشاعر الأمومة انتفضت قمت من عندها وصرت أمشي بالولد لأنه صاري يبكي وتكمل وتقول يا جواهر لا ترديني والله لو أدري إنك سعادة ولدي صد كان حطيتك فوق راسي من أول قامت أمي قالت اسمعي يوم فهد الآن ما نقدر نرد عليك بشيء والبنت حالتها للأمات شافت قالت خالتي أبد لا تردون علينا لا الحين ولا بكرة ولا حتى بعد لك سنة كاملة متى ما حسيت إنك مرتاحة وجاهزة دقوا علموني وأخذت حفيدها وطلعت وقت جيتها كان غلط بالنسبة لي كنتوي أريح بالي من التفكير والتعب طلعنا للصالة وخوي عبد العزيز عيونه نار وشرار ما في كلمة مو كويسة ما قالها يبغونك مربية يبغونك بعد ما عافتهم بنت عمتهم وتويك تحلين في عيونهم بعد ما هذيك مسحت فيهم الأرض ورمت ولدهم عليهم وليه مهم اللي مختارينها وتناسبهم تويك تحلين بعيونهم هي وزاجها ولا لأنهم عارفين إن احنا طيبين ونخاف الله جات تبكي تنزل كم دمعة وجايب الولد معاها عشان تكسر خواطركم اللي جاك منهم ما يشفي دهر وخلي الجهل والسقم والعقم اللي عايشين فيه يطيبون في ولدهم ويسعدون فيه ما كفر للبنات خلي يزوجون أربعة إلين تطلع اللي ترضيهم أما إحنا ما عندنا بنات العائلتهم هذه هذا اختيارهم وهذا تفكيرهم وراء العادات والتقاليد ما مشت إلا هالمرة ولا على حسب المزاج يمشونها لا تفكرين ولا مجرد تفكير إنك ترجعين اللي جاك منهم يكفي ويكفي إن ما طلعنا من عندهم بالشينة ويحمدون ربهم إن إلى الآن ما سمعناهم كلمة وكويسة قالت أمي المرة مسكينة زعلانة على ولدها لا تلومها ما نقدر نقول شيء الظنى ما ودك الواحد يعور به قال آه وهم أوجعوها في ظناها ما جاحده مو ما اعترفوا فيه ديش إحنا لي لازم نكون الطيبين ترى يا أمي من أول السالفة إلى الحين ساكتين عشانك وقال لي أخوي يا عبد العزيز إذا بترجعين بكيفك بس ترى أنا ماني راضي توك صغيرة أزوجك سيد سيدة هو وأهله ما يستاهلونك ولو يجيك شيء منهم تراكم بتشوفون شيء ما يرضيكم وأنا واقفة أسمعه هو منفعل وأدري مو قاصد يقول كلام يزعلني ولا بس يشتتني بس من قهرة وضيقة صدرة قربت وسلمت على راسه وقلت ما رح أسوي شيء لو أنت راضي ولا رح أفكر بالموضوع عبد لأنا ماني مستعدة وانتوا بعدها تفكرون أنا بغير تاح وقال لي شيء للموضوع هذا من راسك وخليك بنفسك وبعلاجك وبس فتح أخوي مشروع وخلاني أمسكه يبغى يشغل وقتي ويشغل تفكيري والآن ما بين أهلي ونفسي وشغل أخوي ما عندي صديقات أغلبهم من قطعة أخبارهم بعد انشغالي بهذيك الأيام وتمر أيامي تفكير بخالد وريان وكلام خالتي ما بين راضيه ورافضه انتهت القصة وبس اللي هنا يكون صنع نهاية فيديو اليوم إذا أجبكم المقطع لا تنسى تضغطونا على زر اللايك وتشتركن بالقناة موقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن كم معاكم رون سلام